اشتركوا في القناة قناة الطريق نشكر رب من اجلها من ورع العالم كل بصلواتكم ومحبتكم للقناة هتشعل النور الحقيقي لمجد المسيح وبتنشر رساية المسيح سعيدة اكون معاكم النهاردة في حلقة جديدة وسعيدني النهاردة اكون ده الصديف شخص غالي علي انا شخصيا واكيد غالي على كل المشاهدين كان معنا قبل كده وجيلنا زيارة خاصة من مصر سعيدني اكون النهاردة ودي في الغالي اللي كلنا بنحبه الاسكوف مونير حكيم رئيس المجمع العام لنهضة القراسة في مصر سعيدة جدا تكون معنا النهاردة اسيس مونير شكرا شكرا ربنا يخليك منورنا ومنور الدنيا كلها الله يخليك لجد دي مش اول مرة يكون معنا الاسيس مونير لكن كان معنا قبل كده وكان معنا ايضا في تسجيلات جميلة جدا كلنا بنشاهد على قناة الطريق بتسعد الكثير والكثير من الناس والمشاهدين بتعليقاتهم الجميلة على التسجيلات اللي بيعملها معنا حضرة القص مونير حكيم شكرا سعيدة النهاردة يا سيس تكون معنا بس تخلينا نكون قبل ما يكون لنا حوار النهاردة مع حضرتك ياريت تكودنا في الصلاة في بداية الحلقة اتفضل ابانا يا اعظم اب ابانا يا اغلى اب ابانا يا اشمل اب لانك ابانا الذي في السماوات يا من تخشع لك كل القلوب وتخضع لك كل الافئة سد على جلستنا هذه واجعل منها رسالة لقلوب وضمائر المؤمنين انت قد احببت العالم حتى بذلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدي وهنا نحن نضع العالم بين يديك ومصر بالذات التي احببتها وقلت فيها مبارك شعبي مصر نسق انها موضوع عنايتك وموضوع رعايتك تخرج لها من الاكل اكل ومن جفاء الحياة حلاو نوصيك باولادك نوصيك بكنيستك فانت الذي قلت من اجل بنية وعمل يدي اوصوني ونثق انك ساهر عليها لترعاها فانت قد قلت وانت صادق الوعد على هذه الصخرة ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقو عليها والله في وسطها لذلك لا تتزعزع بارك هذا اللقاء واستثمره لمجدك واقبل صلاتنا في اسم المسيح امين امين اعزائي المشاهدين في بداية الحلقة النهاردة اعز اقول لكم هيكون حوار صريح وجريء جدا وايضا ساخن جدا مع الاسكوف مونير حكيم النهاردة طبعا عارفين حضراتكم مرينا باحداث صعبة قد ايه الوقت اللي فات والاحداث دي كانت على كل اللسان في العالم كله كله بيتحدث عن الالام والصعوبات اللي كلنا مرينا بيها كقابات مسحيين موجودين في الشرق الاوسط في مصر لكن النهاردة خلينا نكون في حوار صريح جدا مع الاسكوف مونير في بداية حلقتنا النهاردة اتعايز اقول لك ما هو تقييمك بما حدث للقابات المسحيين في مصر الوقت اللي فات في الحقيقة ان ما حدث في مصر تجاوز كل الخطوط الحمر وما يتجاوز الخطوط الحمر يُعقد له اللسان كم كنت اتمنى وتتمنى ملايين المسلمين والمسيحيين معي في مصر ان يكون ما حدث لا يتجاوز كابوسا رهيبا حل علينا في منام فاستيقظنا واذا به لا يكون لكن المؤسف ان ما يعتبر كابوس دونه كل الكوابيس هو الذي حدث فقد حل علينا هذا العام المشؤوم 2011 منذ بدايته ويداغ ملطختان بالدماء والضحايا وحرق الكنائس وإيقاع الضيق والاضطهاد بأبرياء وعندما قام ما أسميناه بثورة قادها شباب النقي القلب طاهر النية لإصلاح الأحوال في مصر استبشرنا به وقلنا أن مصر ستبلغ عهدا جديدا وأن عهد الدماء وعهد النار وعهد الاضطهاد قد ول لكننا للأسف حصدنا ما لم نكن نزرع وأصابنا ما لم نكن نتوقع فإذا ما أدناه في العهد الماضي وما قضت به يد الله على الجنات ليصير عبرة لمن يعتبر فكان وراء القطبان يحاكمون على يد العدالة إذا بما حدث بعد ذلك أشر مما حدث في هذا العهد البايت فالأمور التي حدثت يندلها الجبيل ولا يمكن أن يتوقعها أو يتصورها أي صاحب ضمير أو فكر سوي حرق الكنائس لماذا تحرق الكنائس وكتاب أخوتنا المسلمين المقدس يقول عنها أنها صوامع وبيع يذكر فيها اسم الله كثيرا صوامع وبيع يذكر فيها اسم الله كثيرا هذه الصوامع هذه البيع المقدسة التي يذكر فيها اسم الله كثيرا هل تحرق ثم يقتل الأبرياء ثم وأكثر من ذلك لا يوجد من يقول من فعل هذا قد تعاقبت الأحداث وتوالت النوائب وكأن ليس في مصر من يسأل أو من يتحمل المسؤولين وفوق الجميع وفوق الكل ما حدث في الفترة الأخيرة من أن مصفحات عسكرية تدهى الشباباً بريئاً تطحنهم تسحلهم كيف هذا؟ لست بصدد أي من حرض على هذا أو من تواطأ فيه أو من سكت عليه فيكفي أن يكون السكوت في ذاته جريم لكن أن يطحن هذا الشباب البريء لشك إنه نغبطهم فأرواحهم أمانة في زمة الله ولا يمكن أن يسكت الله عنهم على الإطلاق لكن هل تظنين أن هؤلاء الشباب هم الذين سحلوا؟ وهم الذين طحنوا؟ لا لا أرى ذلك بل أرى أن كرامة مصر هي التي سحلت وأن مجد مصر هو الذي سحل وأن حضارة مصر هي التي سحلت لم يكن الذين فعلوا هذا يتصورون أن صورة مصر مصر العريقة مصر الحضارة مصر التي هي مثل أعلى للأمم بما لها من قيم تصبح لها هذه الصورة المهزوزة على أيدي من فعلوا هذا أنه أمر مشين في الواقع نخجل جميعاً ما منه أقول إخوتنا المسلمون وهم الغالبية الغالبة في مصر قبل المسيحيين ورأيت بعيني الدموع في عيونهم وهم يتساءلون في اندهاش لماذا يحدث هذا؟ لماذا يحدث هذا؟ ولا أنسى أبداً ناشطة مسلمة أعتز وأفتخر بما قالت قلت لست أدري كيف يقتل المصريون المصريين وكيف يقتل المسلمون المسيحيين ونحن من أصل واحد ومن دم واحد أباؤنا وأجدادنا هم أباؤنا وأجدادنا وأنا أحييه ولقد قلت كثيراً واعتز بما أقول ليس في مصر مسيحيين ومسلمين بل أن في مصر مسيحيون ومسيحيون مسيحيون بقوا على مسيحيتهم ومسيحيون انتقلوا إلى الإسلام ولست الآن بصدد تقييم هذا أو ذاك لكن على الأقل ما يتفق فيه الجميع أن اسم علي قد يصل به إلى أب اسمه حسن وحسن يصل به إلى أب أو جد اسمه مصطفى وإلى جد جد اسمه محمد وإلى جد 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 اسمه عبد المسيح التاريخ يقول هذا فكلنا تسري في دمائنا أو في عروقنا دماء واحد وجينات واحدة وأصول واحدة فلماذا يقوم المسلم على أخيه المسلم ولماذا يضطهد المسلم على أخيه المسيح ولماذا يضطهد المسلم أخاه المسيح هذا ما لا يستطيع أحد أن يتصور هذا ما يعد في الزورة لا تفسير لها ليته ينهض من يستطيع أن يفسر لنا أو أن يوضح لنا هذا اللغس عشنا متأخين عبر آلاف السنين نعم لا أبرأ لا أبرأ ساحة مصر من بعض اضطهادات فردية تقوم هنا أو هناك فالأخ قد يتشاجر مع أخيه لكن أن تتحول هذه إلى مذابح أن تتحول هذه إلى تصفيات دمار إلى دمار يحرق الكنائس والمنشآت ويوجد من يعتلون المنابر ويقفون أمام كاميرات التلفزيون ويصرحون جهارا نهارا بهذا ولا أحد يمسه هؤلاء هؤلاء الذين يشعلون الفتنة ليل نهار لا يجدون من يمسه بل هل أقول آسفا قد يوجد من يحميهم لأنه أي تفسير لأن يقف أحد ليشعل الفتنة في مصر وهو يعلم أنه لا يجاز على ذلك وهو يعلم أنه لا يجاز على ذلك فلو جوزي إنسان واحد بما فعل من الذين أحدثوا كل الأحداث السابقة من ومن ومن وإلى 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 لو وجد من يجازيه على ما فعل لم حدث هذا كله الذي يحدث الآن ولأن الجزاء على العمل الردي كما يقول كتاب الله لا يأتي سريعا لذلك امتلأ قلب بن البشر لفعل الشر هذا هو التقييم الذي أراه لهذه الأحداث المؤسفة ما كانش بس يا سيس دمار لمصر لكن الدمار كمان فأرواحنا ولبنا ولبنا تقصرت بهذا الأمر الدمار الذي يلحق بالأجساد قد يشفى وإن لم يشفى فقد ينسى لكن الدمار الذي يلحق بالأرواح ويكسر القلوب لا شفاء له على الإطلاق وأقول آسفا مع كل ما أترجاه أن تعبر مصر هذه المخاضة الرهيبة أقول آسفا أن ما حدث سيبقى لطخة ووصمة في جبين مصر وفي تاريخ مصر يذكره الأولون والآخرون أسأل أن يبرئ الله بمعجزة مصر من هذه الأعمال الأسية أمين بإسم يسوع محتاجين معجزات السيس مونير في الوقت الجاي أمين لكن بعض المشاهدين متفقلين والبعض الآخر متشاقمين لكن عايزة أوجه في حضرتك سؤال دلوقتي في دوق هذه الأحداث هل أنت متفائل أم متشائم من جهة مستقبل البلاد واجه عام على المسيحيين أقول أقول يا أغتا بملء القلب وبملء الفم دون أدنى مجاملة على الإطلاق أنا متفائل وتفائلي يعود إلى أساسين الأساس الأول هو الله الله الذي لا يرضى بالظلم الله الذي لا يسكت أبدا على المظالم الله الذي هو أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم ولنا في التاريخ الكتابي والتاريخ الأرضي ما يؤكد ذلك إن الرب أعلى من كل عالي وأنه سلطان في مملكة الناس يرفع من يشاء ويخفض من يشاء فتفاؤل مرجعه هو الله الذي لا يمكن أن يسكت أبدا وإن كنت أترجى أن يترفق بالذين آزونا فعقاب الله عظيم لكن هو الذي علمنا أن نغفر وطالبنا أن نصلي إليه قائلين اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للذين يسيئون إليه فالمرجع الأساسي والأكبر في تفاؤلي هو الله الذي لم أسمع عنه لكنني في الواقع أحسست به في أعماق قلبي على امتداد سني حياتي وأنا أدخل الآن في العام السابع والسبعين أما الأساس الثاني في تفاؤلي فهو الغالبية الكاسحة العظمى من إخوة المسلمين وأنا أعرفهم جيدا لن تسمع هذه الغالبية أن تجر مصر إلى هذه الفتنة إطلاقا فعلى امتداد سني خدمتي وهي تزيد عن الخمسين عاما وأنا أرعى كنيسة كبيرة في القاهرة وأرعى الصائفة لها وزنها أقول بالصدق إن من أروع وأعظم أصدقائي هم إخوة المسلمين ولكي أكون مدققا فيما أقول أضع من هذا المنبر أسماء عزيزة غالية على قلبي من الذين يجاورونني في السكن والكنيسة أذكر على سبيل المسال الحق حلم عيض الذي أرجو له شفاءا كاملا من أمراض الشيخ لا يلقاني في يوم من الأيام أعبر بالشارع إلا واقف هاتفا مولانا سيدنا أهلا بي وتشيعني تمنياته حتى أبلغ أبواب الكنيسة ثم الشيخ حسن الذي يجاورنا في متجره هذا الشيخ حسن لو تلاقينا عشرات المرات في اليوم فإنه يصافحني المرة بعد الأخرى والحج رضا الذي أشرب قهوة الصباح على يديه دائما وهو يقبلني ويلاطفني ثمها الأنسة الحق علي مصطفى وهو الآن في العالم الآخر أذكر أنني بعد أن رجعت من تسجيل برامج للراديو في مونت كارلو وكان هذا في التسعينيات وكان هو من عادته أن يلاقيني كل ما أعبره في الشارع هاشا باشا في هذه المرة وقف من الكرسي الذي يجلس عليه أمام ورشته وفتح ذراعيه كأنه يعترض مروري وقال وهو بابتسامتي المشرقة مش هخليك تعد من هنا لما بلغتهم ربط على كتفي وقال أنا زعلان منك قلت له يريد الزعل كله يكون زي الزعل ده أنت زعلان لي قال لي أنت تزيع من الراديو رسائل روحية وما تقوليش قلت له أنت زي عرفت زي سمعت قال كنت نائما في حجرة نومي وأنا عادة أصاب بالأرق فأفتح الراديو أسمع بعض الأخبار حتى أنا فتحت الراديو فوجدت صوتا لا أتجاهل أعرفه استغربت لكن المزيع قال انتظر أيها المستمع إلى مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم فانت زعت الراديو من الكهرباء وضعته فوق الدولاب لكي لا يتحرك المؤشر ولما أنزلته في الأسبوع التالي وفي نفس المعاد وجدتك أنت الذي تعال وذكر لي أربع رسائل في الراديو حفظها من قلبه قال إلا هذه الرسالة دستور من مادة واحدة وكنت قد اتخذت لحديثي العبارة التي قالها يوسف لإخوتي أنا خائف الله وقلك لو انتهت كل دستير الدنيا ولم يبقى دستور واحد يحكم البلاد أو العباد لبقيت هذه العبارة أنا خائف الله أعظم دستور يمكن أن يسود الناس وبدأ يرددها على لسانه وكم أذكر له أنه عندما كانت هناك جنازة ويقام سرادق للعزاء وعادة ما يشترك في العزاء الإخوة المسلمون مع الإخوة المسيحيين كان إذا سبقني وخرج من السرادق وأنا داخل يرجع مرة أخرى لكي يسمع ما أقول أذكر قصة أخرى عشرات القصص يمكن أن تأخذ كل وقت هذه المحبة الحقيقية برنامج أن شخصا اسمه الحق محمد أصيب بمرض مفاجئ حدث لديه شلال نصفي لم أكن أعرف ذلك لكني وجدت زوجته تقرع باب الكنيسة وإذا فتح له صعدت إلى مسكني رحبت بها وقلت له زيارة عزيزة قالت أنا آتي إليك في طلب هل تستجيبني إليه قلت مو مهازا قالت عمك الحج محمد أصيب بشلال نصفي ومبارح بالليل شاف رؤية إنك جيت صليت له ويسوع المسيح شفاه هل تأتي لزيارتنا قلت خذيني معك وتوجهت معها إلى البيت ولما وصلت إلى سريره سمعته يقول أهلا أهلا صوت لسانه كان متعثرا لكن قلبه كان يفيد بالحب قال أنا رأيت رؤية إنك جيت وصليت له أنا شفيت أنا أرجوك أن تقول من منبر الكنيسة صباح الأحد إن عم الحج محمد يؤمن بيسوع المسيح ويؤمن بشفاء يسوع المسيح وصليت لأجله لم يمضي إلا أسبوع لم يكن قد عوفي تماما لكنه نزل إلى الشارع يتوكع العصر دخل إلى الكنيسة وقال لي طلب عندك قلت ما هو قال اعطيني ما يمكن أن تعطيني إياه من شرائط الوعص قلت تفضل المكتبة كلها تحت أمره فأخذ عشرين شريط رفضت أن أخذ منه سمنا له فأصر وأبى وقال لا إن هذه الخدمات والرسائل لا يمكن أن تثمن بسمن وعلى فكرة أحب أقول لك لما بتعملوا أيام انتعاشية بسحب الكرسي وبعد في البلكونة عشان أسمع كل ما يقال هذه يا مصر يا أختي هذه يا مصر بمسيحيها ومسلميها عشنا على المحبة عشنا على أن يوقر أحدنا الآخر شركاء في السراء والضراء أي عفريت هذا أي شيطان هذا الذي جاء ليعبس بأعظم مقدساتنا وهو حبنا بعضنا لبعض ممكن نقول الكلام دوت كان زمان بس مش عارفين نقول إيه اللي حصل في الأيام دي إيه اللي حصل مصر ده غيرت هل أصبحت الفتنة دلوقتي هي جزء كامل بيبوز البلد الحقيقة هذا ما أقوله معك وهذا ما تردده معنا الملايين كما قلت ليس من مسيحين فقط بل أيضا من مسلمين أعتقد أنها فتنة وافدة غريبة عنه يزكيها الغير لكن أنا مصر أن أقول إننا لا نبرئ ساحتنا منها فإذا كانت هذه فتنة لماذا نسمعها وإذا كانت هذه فتنة لماذا نقبلها وإذا كانت هذه فتنة لماذا نفتح لها الأبواب والآذان فلو جرب أي عدو من أعدائنا أن يحرقنا بنار الفتنة فوجد رفضا وفتحا لما تجرأ على أن يفعل ذلك وأريد أن أقول لك هذا الذي فعله المتعصبون وهذا الذي فعله المتطرفون هل أضر به حفنة من المسيحيين فقط بل يؤسفني أن أقول لك إنهم أضروا دينهم وأضروا إسلامهم الذي أعتقد أنه منهم بريب وأعتقد أنه لو قامت دولة معادية كبرى وأنفقت مليارات الجنيهات لكي تشوه هذا الدين ما نجحت فيما فعله المنتمون إليه بجهلهم وعماهم وتعصبهم فمن ذا الذي يرفع من ذا الذي يرفع هذه الغمة لا عن وجه المسلمين فقط بل عن وجه الإسلام الذي ما فتئ المعتدلون ينادون بأنه دين السماع وأنه دين الحب من يقبل في العالم أجمع بين مؤمنيه حتى وملحدي أن يقدم إله لا يرضى إلا بالقتل وبالانتقام أي إله هذا فإذا لم يكن الله محبة فماذا يكون لا شك أنك تؤمنين معي ويؤمن كل إنسان من مشاهدنا الآن إن الله أب صالح والأب الصالح لا يمكن أن يوقع العداء بين أولاده فلا يستريح قلب أب صالح وأولاده يتقاتلون بل إن هذا الأب يستريح وينعم عندما يجد أولاده في سلام وفي خير فكم بالأحرى إذا كان هذا الأب هو الأب السماوي الذي خلق كل أمة على وجه الأرض والذي لو شاء لجعل الناس أمة واحدة لكنه فرقنا لكي نتكامل ونتحابب لا أن نتنازع ولا أن نتحارب فما الحياة وما قيمتها إذا كانت تقضى في حقد وفي حرب اقبلي مني أن الحاقد يضر نفسه أكثر من المحقود عليه ذلك لأن الحاقد يصيب حقده في دمه بالأمراض وفي جسمه حتى في الحيوانات أرادوا أن يعرفوا رد فعل الحقد والغضب حتى في قلوب الحيوانات فاستحضروا كلبا وقطا وبين الكلب والقط عداء معروف وأوقفوا القط أمام الكلب والكلب أمام القط وصوروهم بالأشعة فإذا بهم يرون أن مصارين الكلب تتكور وكذلك جسد القط يتكوش وإذا بعصارة الحقد والخوف تسري في الجميع فما أن أبعدوهما بعضهم عن بعض حتى رجع السلام والوئام إلى قلبيهم من يكسب من الحقد من يكسب من الدمار من يكسب من البغضة من يكسب من انتزاع السلام وأي شيء يمكن أن يبتغيه الإنسان من ربه على الأرض إلا الأمن والأمان جوعيني واعطيني أمان واعطيني سلام فكتابنا المقدس يقول لقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت ملآن ذبائح وفيه خصار كم نصلي معا أعد سلامك على مصر يا رب واملأ قلوبه الجميل يا رب كلنا بنصلي النهاردة يا سيس منير مع كل أحبانا المشاهدين بنقول يا رب رجع السلام إلى مصر كلنا بنحب مصر مصر غلي علينا آمين ليست تعيش فينا لكن إحنا هي عيشة جونا نعم ليس وطنا زي ما قدس البابا نعم عبارة المأسورة جميلة ليس وطنا نعيش فيه لكن هذا الوطن يعيش فينا يعيش فينا بالضبط عشان كده بنقول يا رب رجع سلامك يا رب لكل قلب لكل قلب حزين لكل قلب مكسور رجع سلامك يا رب على كل الأقباط لكن تسمح لي قبل ما يكون لينا باقي الحديث مع حضرتك تسمح لي أكون بفتح قطوط التليفون مع زينا مشاهدين لو عندكم أي تلباط صلاة لأسيس منير موجود نشكر ربنا من أجله الرب فعلا حي مديله مواهب كشيرة جدا نشكر رب ولو عندكم أي استفسارات أي أسئلة أي مناقشات ممكن تكونوا بتدخلوا معينا على الرقم الموجود عندكم على الشيشة بنفتح الخطوط من دلوقتي ومنرحب أسئلتكم ومحبتكم وكل تلبط صلاة أنتو عايزينها آمين لكن خليني أتطرق معاك أسيس منير لسؤال آخر هل ترى أن مانتك يستند إليه المتطرفون والمتعصبون فيما يفعلون أول ما ألتقته من سؤالك هو كلمة المتطرفين والمتعصبين ما هو التعريف للمتعصب المتعصب هو إنسان يضع على عينيه عصابة يضع على عينيه عصابة فإذ يضع على عينيه عصابة لا يرى أحدا إلا هو بل لا يستطيع أن يرى حتى وجه نفسه المتعصب هو إنسان يخيل له أنه يعيش في جزيرة معزولة ويعيش وحده على الأرض وكأنما لا أحد في الوجود يعنيه أو يهتم به وينسى هذا المتعصب المسكين أن العالم مليء بالشعوب ومليء بالحكومات ومليء بالمنظمات التي ترقبه وترصد كل فعل يرتكبه لو فتى عينيه وفكر أن العالم مليء بالديانات الأخرى أصبت فهناك البوزية التي يدين بها أكثر من سلس أو لكي أكون مدققا أكثر من ربع سكان العالم وهذه الديانة يتعبد الناس فيها لرجل اسمه بوزة وهناك الهندوكية التي يتعبد فيها مليار هندي هندوكي يقدسون الله في البقرة قبل ما نكون بنكمل الحديث مع حضرتك يا سيس مونير لسا ما تنساش وقفنا عند فين علشان ناخد التليفون دوات أنا خايفة بس يحسن يكون التليفون من مصر مستقبل التليفون دوات مع حضرتك أهلا وسهلا بيكم اللقاء الروح كانت طريق من معينا أيها أهلا بيكي أهلا بيكي إزيك طانت رود تحت كوريتا الحمد لله حبابتي تفضل يا حبابتي أنا عايزة أشترك معكم في البرنامج عايزة أقول حدا أمين يا حبيب سيد خضر التنساء أولاد كثيرة حظ أن هما أنت قلت سؤال والأسيس حكيم قال سؤال مازبوط أنت قلت إيه مصرحكهم والأسيس حكيم قال إيه قال أن الناس من معميين هايزة متعاصل بوقتي يعني في عصابة الأسيس مونير قال في عصابة على عينيهم مش شايفين الشخص شايف نفسه بس مش شايف التانية لكن أنا عايزة أقول حدا إحنا عارفين هما مين إحنا ليه بلقى أن نسمح للسعودية إن هي بتحكم في بلدنا تحت رأيك الإسلام يعني هيهلكوا العرم كله مش مصر بس تحت رأيك الإسلام ليه كده الثلاثيين دور مش بني أدنين مش بني أدنين بجينين من بنت الحيوانات دور ما هم مات بني أدنين أبرا البني أدنين ما يعملش كده بأخطور أنا مش عارفة أقول ليه أنا مغطب ماني قلبي وكل ما قول أشامحهم ألاقي قلبي رافض اتسمحني هم أنا مغطب أعمليه دوري حتى مورة كلنا زعلانين على اللي حصل لكن خليك معينا يا تنترول تعليقك مع تنترول فضل إسيس مع تقدير الكامل بل المطلق لمشاعر الأخت العزيزة روت لكن أرجو أن أوجهها إلى ما يأتي استلف يا أختي جزءا من حب المسيح ومن صفح المسيح ولا تنسي مسيحك الذي قال وهم يصلبونه والمسامير تدق في يديه ورجليه اغفر لهم يا أبتا لأنهم لا يعلمون صدقيني أن الذين تعتبرينهم جنات هم مجني عليهم أيوة والجان الأكبر هو الشيطان الشيطان الذي لا يريد خيرا بأحد لكن أذكري أن هؤلاء الذين ذكرتيهم بين الذين قيل فيهم لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدي إن كل من يوعز وكل من يشعل نار الفتنة لا تنظرين إليها كذا انظري إليه أعظم قديس لو غيرته نعمة المسيح ولنا في المسيحية المثال أكبر عربيد ومتطرف وإرهابي في العهد الجديد كان اسمه شاول وكان ممتلئ قتلا ينفث قتلا وتهددا على تلميذ الرب هل عرفت ماذا كان شاول بعد أن غيرته نعمة المسيح صلي معنا لأجله وسقي سقي أن أيا من هؤلاء لو قبل محبة الله في قلبه لتحول إلى شخص آخر ولكسبناه مرتين الكسب الأول أننا نجونا من حقده والكسب الثاني أننا ربحناه شاهدا للنعمة قولي قولي أمين يا أختي أمين 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 يا سيسي مونير في الحقيقة مش صانت روت بس اللي بتقول اللي قلبها مليان حزن وبوكة ومش قادرة تسامح لكن الكسيرين بيقولوا نفس الكلام لكن حضرتك دلوقتي وجهت كلمة السماح إزاي نكون بنسابح وعايز أقول عبارة جميلة إلهنا عالي فوق كل عالي نعم ده إلهنا أنت الأعلى يا يسوع صوتك أعلى صوت مسموع هو ده إلهنا وحين نسامح نحن لا يسكت هو بالضبط صوته هو اللي هيعلى صوته هو اللي هيعلى يلا بينا نستقبل تلفونات أخرى أهلا وسهلا بكم اللقاء الروحي قناة الطريق من معينا أهلا بيكي حبيبتي أنا أجمل أجمل ورصة سمادها وأجمل كلام سماده وماشر بكتابة جدا 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 نشكر الرب نشكر الرب حبيبتي ربنا يباركك حبيبتي بتشجعينا وده كلام المسيح وده كلام الكتاب المؤدس اللي علمهن وإحنا أحنا لسلامي أتقل لكم كلامي عقيده أمين وسلامي من عندي السوء ومش من الغد نشكر الرب لتشجيعك حبيبتي ربنا يباركك أسيس منير أختي الغالية بتقول أحلى كلام سمعته وأحلى عيزة أنا سمعتها حقيقي من حضرتك تفضل تشاركها شكرا للرب شكرا للرب هذا ليس من عنديات أحد منه ثم منه وليس أحد يتفضل أبدا بما يقول لكن هي نعمة الله التي فينا كم تأثارني قصة رجل تعذب في السجون الرومانية وبقي في إحدى الزنزانات 14 سنة قال لم أكن أرى إلا اللون الرمادي الذي يكسر جدران الحجر قال وفي يوم الأيام دخل علي ضابط متجبر متغطرس ولطمني وضربني وركلني وقال أيها المسيح اللعين أريد أن أعرف الفلسفة التي تجعلنا نضربكم كشعيين فتحبوننا كمسيحيين وأعطيك مهلة نصف ساعة لتكتب على هذه الورقة وأعطاه ورقة لتقول ما هي فلسفتكم في ذلك قال أنا لم أكن أقوى على الكتاب ويدي ترتعش لكني طلبت من إله أن يعطيني نعمة في عيني لأقول له الكلمات التي أريد أن أقولها له شفاء وجاء الضابط ونظر إليه وقال هل كتبت؟ فقلت لو اسمح لي يا سيدي أن أتحدث إليك بالفن قال ماذا تقول؟ قال افترض أن صديقا لك أهداك وردة جميلة فأنزلتها من نفسك منزل الإحترام كأن وضعتها في عروة الجاكتة أو على مكتب وبين الحين والآخر تمد يدك إليها ثم تشمها لست أدري ماذا حدث لك يا سيد الضابط فإذا بك تسور على الوردة فتلقيها أرضا وتدهسها بحزاك ثم رأيت أن تلتقطها مرة أخرى وتشمها أي رائحة تعطيك الوردة؟ قال الرائحة الطيبة بالطبع قال تعطيك رائحة طيبة وأنت تنزلها منزلة الإحترام وتعطيك ذات الرائحة وقد داست تحت قدميك قال وما الغريب فهي وردة ولا تستطيع أن تقدم إلا رائحة طيبة لأنها وردة قال هذا هو الجواب الذي أريده أنا أحب ولا أستطيع إلا أن أحب لأن محبة المسيح في قلبي تغالب كل طباع أخرى في حياتي فنحن يا أختا نحب لأننا لا نستطيع إلا أن نحب ونحن نذكر في هذا أننا كنا أعداء لله في شرورنا وفي خطيان لكن قلب الله المحب اتسعى لكل خطيانا وسامحنا على كل شرورنا أمين يا سيس منير دايما يا رب دايما كل اللقبات وكل المسيحين بتكون فيهم الريحة الجميلة رائحة المسيح الزكية اللي فعلا كل واحد بيشمها بيلاقي ريحة جميلة ما بتخرجش العيبة من لسانه ما بيخرجش الغلط من قلبه ما بيخرجش الحاجات اللي ممكن تكون إحنا متضايقين وتعبنين لكن يا رب علننا يكون لساننا دايما لسان لين يصرف الغضب هو المسيح اللي علننا ولأن الشيء بالشيء يذكر تمام تمام خلينا داخل تليفون تاني أسير أمين أمين أهلا وسهلا بيكم كناسي الطريق اللقاء الروحي مساء الخير مساء النور تفضل أنا كنت بعيدا سرحضيتي بس القفة منير الطايفة ايه بتاعكم نهضة القداسة أسكف نهضة القداسة احنا أولا وكلامه رائع عظيم جدا وإحنا يعني مبسوطين بالكلام الحل وخاصة على العشرة القديمة اللي بيحكيها مع الحج محمد والحج علي الكلام ده كله لأن أنا برضو بديه في السن عشته واتمتعت بيه زمان ولكن للأسف للأسف أنا طبعا ليه أصدقاء كتير أعتذت بيه ومازلت في بقى دلوقتي اللي لسه عايشين في بقى دلوقتي لكن الباقي اللي ما إن الله يرحمه يعني ما نساهمش أبدا وأنا متأكد أني أنا لو موجود في مصر دلوقتي والناس الأصدقاء الأدامي المسلمين لو كان حصل أي تعصب تجاهي دلوقتي ممكن أنهم يقفوا ويقفوا في اصدرهم النار ويدفعوا عني ويحموني ويعني ناس العشرة اللي بتكلم عليها القصة المونير دي دي حقيقة موجودة والناس كانت حروا ولكن فجئنا بطيار غريب وطبعا يا قصة المونير حضرتك عايش في مصر وعارف أن الناس حتى اتغيرت بأن أقول له سلام يقول لي وعليكم السلام أقول له مساء الخير يقول لي وعليكم السلام أو ما يردش عليه الوضع تغير إحنا زي ما احنا ما تغيرناش إحنا زي ما احنا نتمنى يا رب يا رب يا قصة المونير على كلامة الحلو دوت ترجع يرجع الناس وترجع الناس الجميلة والحلو تفاك في الناس أنت ملكش دعو بي أن أنا مسيح إيه أنت مسلم ما كانش حادث بيننا ولكن لما يوصلوا إلى أن دلوقتي كله بيبص آه خلي معنا تكافر ما تعملوش ما تتعاملش معه ما تشتريش منه والكلام ده اللي بيحصل دلوقتي الكلام ده اللي بيحصل دلوقتي إحنا العيب مش مننا يا قصة المونير العيب مش مننا وإحنا مش بتبارعوا من كلام ده لكن لما بيحصل إن أنا أمشي أو بكون في مكان ومسك مثلا واقف أوتوبيس وحطت إيدي وواحد يروح بسطين على الوقت يغبطني عشان مجرد إن شافصة ليك في إيدي إيه بتحزنني عايز أقول له أنا بحبك ليه بتعني معايا كده لكن أنا لو قلت له أنا بحبك هو هيقول لي أنا بقرهك لأنا كافر التغيير مش مننا لكن إحنا بنحبهم صدقني لأن إحنا ما عندنش عرفان إحنا بنحبهم يا مسلمين إحنا بنحبكم يا ريت حبكم عايزين نعيش مع بعض زي زمان أيامنا الجميلة والنهاردة بتقولوا نطبق الشريعة هو أنتو كنتو متحيين وبقيتو مسلمين ما أنتو طول عمروكم مسلمين ومصر فيها المسلمين وفيها الإسلام طول عمروكم مسلمين هو أنتو جديتو هتبقوا كنتو مسحيين وهتبقوا مسلمين ليه التغيير ده حاص نتمنى أن ربنا غير النفوس ويخلي كل يحب بعض فأتنا لي حتى بس عايز أقول لحضرتك عليها أن أنت فصرت حضرتك كلمة متعصب بأنه يعني عليه عصبة على عينيه عصابة ولكن هي متعصب جاية من الأعصاب اسم فعل متعصب شيء متشدد أما اللي حطت عصبة على عينيه وهو معصب العينيه وشكراً وآفف لتضيع وقتك وشكراً ربنا يخليك الأستيس منير هيكون بيعلق بردك قلت في آخر ما قلت فهو معصب العينيه فسو كان معصب العينيه لأنه يضع عصابة أو لأن عصابه قد انفلتت فالنهاية واحد لكن أريد أن أقول لك أخي العزيز أني متفق معك تماماً في كل ما قلت أمين وأنا أطلب إليك أن تحب إخوتك الذين يعادونك ليس لأن بل رغم أن فالمسيح لم يعلمنا أن نحب لأن بل رغم أن وقال إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي فضل لكم فإن العشرين والخطاط يفعلون هكذا بل إنه شرف لنا أن العالم يبغضنا لأنه قد أبغض مسيحنا من قبلنا فإن كانوا قد أبغضوكم فلأنهم أبغضوني قبلكم وليس عبد أفضل من سيدة ولا تلميذ أفضل من معلمة لكن طوب لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين افرحوا إذن وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات ولأنهم هكذا طردوا الأنبياء من قبلك وأنا لا أقول لك هذا أخي العزيز أن نخنع وأن نخاف بل نحن نفعل هذا لأن قوة الحب أعظم من أي قوة في الوجود أمين وإرفع راسك فوق نعم أنت مسيحي نعم فإن حب الله في المسيح أمين يعطيني أن لا أذبح بل أربح أمين وهناك فرق بين من يذبح وبين من يره أمين بإسم يسوع قد أغلب عدوي وأدهسه تحت الأقدام لكني أخسره إلى الأبد لكن عندما أجعل منه حبيباً لي بالحب فإن قوة الحب أعظم من أي قوة وسيدك قد قال في كتابه المحبة لا تسقط أبداً أمين يا سيس مونير رحقيب جد كلمات مشجعة وأنا مع أخويا اللازم أحلى عباركة منها وقالها إحنا بنحبكم يا مسلمين إحنا بنحب أرض مصر كل لبناء يا رب يكون الوقت اللي جاي مسلم ومسيحي إيد وقته يا رب مش بالكلام لكن يكون بالعمل هناك عبارات جميلة قلتها من شوية وتأثرت بها شخصياً لكن خليني أعلق عليها بعد ما ناخد التليفون اللي جاي أمين أهلاً وسهلاً بيكم خلاصة طريق اللقاء الروحي يمين معينا مساء الخير مساء النور إزايك يا فندم إزاي حضر اللي يتفضل مساء الخير جنابل أسقف مونير أهلاً وسهلاً بيك ربنا يبركك ويبارك كلماتك العظيمة اللي عزتنا وعزت قلوبنا اللي لادي وأنا عايز أقول أني إحنا هنا في مصر إذا كان فيه بعض الضيقات حدثت وبعض ما يؤذي القلب والفؤاد ولكن إحنا أخذنا نعمة من ربنا يسوع المسيح وهذه النعمة هي بركة عظيمة إحنا كنا لا نستحقها والنعمة وسلام يسوع المسيح معانا هو اللي ادانا القوة دلوقتي والدانا البركات دلوقتي والدانا إن إحنا نسبحه بمجد عظيم ودانا إن إحنا نلتف ونكون إيد وحده والنادي بإلهنا العظيم إنه هو قادر وهو في العلاء أقدر نعم ونعم هو في العلاء أقدر وإحنا مش خايفين من أي شيء نعم ولكن إحنا بنقول إنه هو معانا ومدام هو معانا مالك على قلبنا نعم مالك على أفئدتنا متغلغل في خلايانا فإحنا مش خايفين وله كل المجد وأشكر حضرتك وأشكرك ربنا يخليك لنا أخي الغيلي من مصر إحنا يعني بجد سعيدنا جدا بمكلمتك المشجعة جدا لنا وربي باركك ويحافظ عليكم كل أهلنا اللي في مصر كل أحبائنا وكمان ربنا يعزي كل أهل الشهداء ويشفي كل المصابين اللي في المستشفات معانا تليفون آخر يلا بينا نستقبله أهلا بيكم قناة الطريق اللقاء الروحي من معانا هلو 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 مساء الخير اتفضل أهل مساء الخير فدراني أنا ريتشارد من سرون أهلا بيك يا أخير ريتشارد دائما ننورنا ربنا يباركك اتفضل يا أخير ريتشارد دائما أسمع أسمع تشرح كلمات الفاضل الكلمات اللي بتتخش المتاع أنا أشكرك جدا يا قد مونير لأن تشرح كلمات بوضوح وتخلي حتى اللي ما بيصدق شكرا يعني كلمات كما تشرحها تصدقني روحيا تخلي حتى اللي ما بيصدق يصدق شكرا واللي ما بيصدق يعني ما عند اشتباهات اشتباهات حبّة حتى نحب العالم كل ما بيصدق نتناعجنا حب يسوع الغلايوطاق نقدر نعطي حتى العدونا ولو احنا ما عندنا عدا بس الشيطان بس الشيطان خلا يصير لنا هذا هما بيدعون ما تسدق هما الإسلام لا هل يدعون ماذا يقولون احنا مش عدوهم احنا محبين احنا نحبهم بالدرجة لنصلي عشانه نصلي عشان كل إنسان الذي ليس له حياة الأبدية بس يسوع أمين أمين حب المسيح أي اختلاف مع أي شخص بالعالم إذا ما أنا أنا أشكر رب يسوع على خدمتي اللي أقدم وبالتوضيح للأخوان الأسلام بس اللي بيقبلون المسيح بالتمرار بيقبلون البكت اللي بيقبلت لكم لهم من من القلب السور في وضوك أشبه لهم من هو اليسوع لماذا هو صلق ولماذا مات ولماذا قام وهو ما هو مجبو والسيح كثير من أن تكون يا ناس صلقوا الإنجيل وعطيهم الأناجي وهم صرحاني في الكثير أنا أجد أن تكون صلقي لعمق الإيمان صلقي لقلب وعزم يعني نحن كانت شروف لا أتكب ولا أعمل ولا أتكب لأي شيء من هذا الحدر أمين ونصلي لأجل أوه الثلاثة أمين هنصلي والحق والحق والحياة حب المسيح اللي بيغطينا أمين ربنا يكون معاك ودايما بنحطك يا خريتشارد أنت وبلادك في عرش النعمة حب المسيح اللي بيغطينا يا خريتشارد زي ما حضرتك قلت وأخويا الغالي اللي كان قبليك قال حب المسيح اللي ملهوش ولا طول والعرض والعمق والارتفاع هو المسيح هو المسيح اللي بيدينا في عمق جديد بيدخلنا لعمق جديد تحب الناس حتى الناس اللي أساءوا إلينا واتهدونا تعالي على الأخريتشارد وتقول إيه يا أستيس اتفضل أنا بشكره على هذه الكلمات وأشكره لأنه تواصل معنا مع الأصل العظيم الذي غز قلوبنا بالمحبة نحو الجميع ليست لأن المحبة ضعف بل لأن المحبة أقوى قوة فإن أعظم العظماء من قوية على السيطرة على نفسه ومن إذ أهينه فاض قلبه بالحب ما استكملتش ليك القصة أيها اللي قصدت بها أن أعبر عن محبة المسيح التي فينا مزف نوع إبانا الاضطهاد المسيحي الأول قيل إن أحد المطهدين أوسع مسيحيا تقيا ضربا لكمه وضربه وأهانه وإمعانا في إزلاله قال له قل لي ماذا يفعل لك مسيحك النجار اليوم مش بتقول لي أنه مسيحك في السماء قل لي ماذا يفعل لك مسيحك اليوم أجاب هذا المسيحي قال إنه يا سيدي يعطيني قوة على أن أحبك وأسامحك حتى وأنت تهين أية قوة أعظم من قوة هذا الحب ثم لم أستكمل سؤالك بزر إنه المتعصبين دول إلى أي منطق يستندون فقلت إنه منطق الشعور بالوحدة كأنه محدش غيرهم تاني في الأرض وناسوا أن الأرض تمتلئ بديانات أخرى بل نسوا بل تناسوا أن جاليات إسلامية تعد بالملايين ضاق بها العيش في بلادها الأصلية فلجأت إلى بلاد الغرب المسيحية فإذا بالغرب المسيحي يفتح أحضانه لهم ويكرم وفادتهم مع أنهم جاليات وليس مواطنين يفتح قلبه لهم ويعطي لهم حق إقامة إقامة مدارسهم ومساجدهم بل في كثير من الأحيين تتكرم حكومات الغرب هذه فتعطيهم الأرض التي يبنون عليها المساجد انظري كيف يكون الأمر بل لا أنسى أبدا أنني كنت في كندا وبينما صديق يقود السيارة أشار بإصبعه إلى قطعة من الأرض وقال هنا أرادت الجالية الإسلامية أن تبني مسجدا فرفضت الدولة فتحت عيني وقلت رفضت هذا قال هل تعرف لماذا قلت لماذا قال لأنهم طلبوا منهم ما عدد المصلين الذين تتوقعونهم في هذا المسجد فقالوا كذا فضربوا العدد كما يفعلون أن كل أربعة لازم يكون ليهم جراش سيارة فلئوا المكان المتروك حول بناء الجامع لا يتسع للسيارات فرفضوا وقالوا لهم خذوا قطعة أرض أوسع وأكبر تتصوري من يستطيع أن يحجر على إنسان في دينه والدين هو علاقة شخصية بين الإنسان والله امنع عني الطعام امنع عني الماء امنع عني الكساء امنع عني الوفاء أميتيني بإسفكسيا الخامق لكن لا تحرميني من أقابل إليه الذي إليه مصيري وهو الذي يجزيني بما فعلت ويحاكمني بما اتجه إليه ضميري وإلا لكان يطلب إلى إخوتنا المسلمين أن يجند جيوشا بالملايين ويحارب الهند ويحارب الصين ويحارب عباد البقرة ويحارب عباد الوثن إذا كان الله قد أقام أحدا ليكون وصيا على الناس ومن أين لهم أن يفعلوا ثم لو خيل لأحد منهم أن يفرغ مصر أو الشرق الأوسط من المسيحيين فإنه يكون من أجهل الجهلاء إذا تصور هذا ذلك لأن المسيحية في طفولاتها في أول عهدها بالناس جابت وواجهت أكبر قوتين في التاريخ قوة الإمبراطورية الرومانية الوثنية وقوة التعصب الديني الممثل في اليهودية التي صلبت المسيح لكن ماذا فعلت اليهودية بتعصبها الديني؟ وماذا فعلت الوثنية الرومانية بتعصبها السياسي؟ وكلنا نذكر أن نيرون الطاغية كان يعلق أجساد المسيحيين على العواميد ويشعل فيهم النيران لكي تضيء شوارع روما ماذا فعل هؤلاء؟ ماذا فعل؟ بقيت المسيحية وانتشرت في كل الوجود ثم إذا أخلينا الشرق الأوسط ومصر من المسيحيين هل نستطيع أن نخل الغرب منهم؟ هل نستطيع أن نبيد كنائس أمريكا وكنائس روما؟ هل نستطيع أن نبيد كنائس أوروبا؟ هل نستطيع أن نبيد المسيحية في آسيا وأمريكا وأفريقيا وفي كل مكان؟ كيف بوسعنا أن نفعل ذلك؟ الواقع إن التعصب الذي يعمل عيون يجعل هذا المتعصب يفكر في حيز نفسه ولا يدري بالآخرين الذين يعيشون معهم في هذا العالم إني أريد أن أقول لأخ المسلم ولأخ اليهودي ولأخ الكنف الشوسي ولأخ البوزي إن المسيحية وجدت لتبقى والسر بقائها هو مسيحها الذي قال أنا حي فأنتم ستحيون وليس أنت ميت وهم ميتون بل أنا حي فأنتم ستحيون وبهذا جعل مصيرنا من مصيره وبقاءنا من بقائه فماذا يستطيع أحد أن يفعل بنا؟ طالما أن هذا الإله العظيم يدافعنا فمرحبا بالحب الذي يربح والذي يكسب والذي يسود في النهاية فإن مسيحنا لم يمسك سيفا وإن مسيحنا لم يجند جيشا لكنه غزى العالم كله بقوة الحب وتربع بإعزاز على عروش القلوب وأرسل رؤساء الكهنة المتعصبين عبيدهم لكي يلقوا القبض عليه فرجعوا فارغي الأيدي سألوهم أما وجدتموه؟ بل وجدناه أما كان منكم ملء السمع والنظر؟ نعم وجدناه ورأيناه أما طالته أيديكم؟ قالوا نعم إذن لماذا لم تأتوا به؟ قالوا لم نسمع إنسانا لم نسمع إنسانا يتكلم مثل هذا قط لم نسمع إنسانا يتكلم مثل هذا قط بمعنى أنهم أرادوا أن يقول أردنا أن نقبض عليه فقبض هو عليه قبض على قلوبنا قبض على مشاعرنا والجواب الذي أسوقه إليك حيا ملايين المسيحيين في مشارق الأرض ومغاربها أسهروا الدنيا كلها أو على نحو ما قال عبيد رؤساء الكهلة ماذا تفعلون؟ هو ذا العالم قد مضى ورائه أو وكانوا يأتون إليه من كل ناحية آمين 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 سيس منير كلمات جميلة عن الحب الحقيقي بجد دهنا رب يسوع واللي عاشوا في الأرض واللي فعلا المسيح كان كل حاجة بيعملها كان بيصنع خيرا كل ما كان بيروح فيه كان يتجول يصنع خيرا ويشفي جميعا متصلت عليهم إبليس عشان كده النهاردة خلونا عزيزي المشاهدين نتمسك بالكوة الإلهية أن الله هيدافع عننا نعم ونحن صامتون من غير ما نتكلم من غير ما نعلي صوتنا لكن الله شوفوا قدرة المسيح في الوقت الجاي لكن خلينا يا سيس منير نترك مع حضرتك لسؤال آخر هناك ارتفعت أصوات كثيرة من قلب المحنة في أرض مصر وتعرض لها المسيحيون في مصر وكثيرا بيطلبونا الحماية الدولية بارتفاع أصواتهم العالية لكن عايزة أسأل حضرتك هل أنت متقبل الحماية الدولية؟ وما رأيك في هذا؟ هل أنت معها أو عليها؟ أيوة هل أنت مع الحماية أم لا؟ معيها أم ضدها؟ أجيبك أختي بصراحة متفضل عن نفسي شخصيا أنا لا أتحمس لما يسمى بالحماية الدولية في نفس الوقت لا أوقع أي تأدانة بالذين يطالبون به فأولا أنا لا أتحمس للحماية الدينية وذلك من منطقين المنطق الأول لنا إلهنا الذي يحمينا المنطق الثاني كما قلت منذ قليل أن من يحمي مصر هي مصر وأن إخوتي المسلمين هم خير من يحموا إخوتهم المسيحيين بما يربط بينهم من أواصط الحب والقرب لكن كما قلت لا أدين الذين يطالبون بالحماية الدينية بالحماية الدولية خصوصا إذا فهم الناس الحماية الدولية بمفهومها الصحيح فليس طلب الحماية الدينية الدولية يعني أن نطلب إلى جيوش غازية تأتي مضبوط تأتي إلى مصر وتسيطر على مصر لن يقبل أحد هذا على الإطلاق فليس معنا طلب الحماية الدولية أن نطلب غزوا أجنبيا يأتي حسكريا يأتي وآله لكن ينبغي أن تقبل الحماية الدولية بمعنى أننا كمصر عضو في لجان الدفاع عن الإنسان وهيومان رايس وحقوق الإنسان ونحن في مصر اشترقنا لنجدة بلاد أخرى كانت واقعة تحت الظلم والاضطهاد اشترقنا بجيشنا في تحرير العراق من سيد قاسي وتوجهنا إلى أفغانستان لكي ندافع عن إخوتنا المسلمين هناك من ظلم الروس الملحدين لأن روسيا في ذلك الحين كانت ملحدة ذهبنا واشترقنا بجيوشنا وذهب الغرب المسيحي لكي يدافع عن مسلمي البوسنة والهرسك عندما أحس أنهم يظلمون من إخوتهم الغسلاف ذهب الغرب وذهبت أوروبا بجيوشها لكي تدافع عن مسلمي البوسنة والهرسك ضد مسيحيي غسلافيا إذن فلماذا يعاب أن نطلب حماية؟ حماية بما لنا من حقوق في اللجان الدولية الذي أقيمت لحماية الإنسان وحقوق الإنسان ثم هناك سؤال حساس أتوجه به لإخوة المسلمين في مصر إذا كنت أطلب الحماية الدولية فلست أنا الذي أدان بل يدان الذي دفعني لألجأ لهذا الباب أنا أخ أصغر لماذا هجرت بيت أبي وهنا أستعيدك إلى قصة الأب الذي كان له إبنان لا شك أن الولد ما تفش من أبوه المحل ولا من أمه لكن أخوه الأكبر لازال الأخ الأكبر إن عددا أو قوة يتحكم في أخيه الأصغر مزبوط فإذا كنت أطلب الحماية الدولية العيب مش عليه العيب عليك أنت اللي خليتني أفكر في هذا إذا لم أكن أجد الحنان في أخي الذي تقاسمنا معا اللقمة فأين أجد الحنان لابد لي أن أذهب وألتمسه في أي مكان آخر فلماذا تدينني فيما أنت قد دفعتني إلي احسن معاملتي وأنا أقبل وجنتيك وأحارب معك كما حربت كل من يفكر أن يمس مصر وقد اختلطت وارتبطت دماءنا معا في كل الحروب التي خضناها فلماذا تدفعني لا أن أطلب بل حتى أن أفكر فيما يسمى بالحماية الدولية ودعيني أذكر شيئا ربما يكون جديدا الآن هل يعرف أخي المسلم أنه لو لا طلب الحماية الدولية ما كان هناك مسلم في مصر لنرجع إلى التاريخ ما الذي أتى بالجيوش الإسلامية إلى مصر فيما يسمى بالفتح الإسلامي أوليس لأن باب المسيحيين استنجد بالجيوش الإسلامية لكي تنصره على اضطهاد الرومان هل يذكر أخي المسلم أن الذي جاء به إلى مصر هو طلب الحماية الدولية فلماذا تيسر الحماية الدولية له أن يدخل إلى مصر وتحرمني أنا من طلبها بعد أن الذي احتميت به أحتاج إلى من يحميني منه ليحسن معاملتي ليرجعني إلى الوفاق بين وبين ليذكر أرضا نعيش فيها معا وسماءا نستظل فيها معا وما أنيل نشرب منه كلنا معا وبعد ذلك كيف أفكر إن المصريين بالذات أقل شعوب الأرض حتى في طلب الهجرة أنا أعرف إن المصري لو انتقل من مدينة إلى مدينة يعز عليه أن يفعل هذا وقبل أن تفتح أبواب الهجرة على مصرعيها كان شيء كبير أن ينتقل صعيدي من صعيد مصر إلى القاهرة كانوا يسمونها مصر وأذكر وأنا بعد صبي صغير أن توجهنا إلى سهاج إذ أن بلدنا القرية تتبع سهاج أحسن نيس الله يخلي لنودع قريبا لنا يسافر إلى القاهرة أول مجال قطر بدأ كل المودعين يضربون على صاج القطر ويقول له ينفرع الحبايب ينفرع الحبايب فالمصريون أكثر الناس التصاقا بأرضهم وأكثر الناس حبا لبلدهم لكن أنا أرجو أن أخي المسلم لا يضطرني فإذا بقيت أبقى معه وإذا مشيت أمشي معه ونثبت للدنيا كلها أن مصر هي رائدة الكون كله في المحبة والإخاء نعلم الناس ولا نتعلم منهم نكون قدوة للآخرين ولا نقتدي بهم فأن مصر بما حباها الله من حكمة وعراقة وأصل وحضارة مرشحة ومهيئة لأن تجلس على منبر التعليم في العالم كله لتقول تعلموا مني فإني أم الحضارة أنا لا أستكسر على الله أن يستعيد مصر إلى هذا المكان وإلى هذه المكان مظبوط يا سيس منير محدش أبدا يحب يكون بره مصر كل الناس يحب تكون في أرض مصر لكن صعب علينا كلنا بالوقت اللي إحنا عايشين فيه يعني حاجة باشة الكلام ده صحيح يعني عايشينه واقع عايشينه لأن هناك قوة تطردني وتطاردني بالضبط بالضبط فكله عايز يمشي كله عايز يهاجر كله عايز يخلع من البلد لكن بإسم المسيح مصر هترجع تاني الله سلام وأمان وعدل وسواه بين المسلم والمسيحي بإسم يسوعه ونصلي لأجل هذا في الوقت الجاه يلا بنا نستقبل التليفون أنا أريد يا أختي قبل التليفون اتفضل أن نعامل في بلدنا بما تعامل به الدول الأخرى الجاليات الوافدة إليها ما زبط لقد زرت بلادا كثيرة وأذكر أنه في كل بلد زرته ورأيت كيف تعامل حكومات هذه الأراضي الجاليات التي ترد إليها تندهشين إذا قلت لك أنه في مبلغ ما سمعت أنه في بلجيك تعامل الحكومة البلجيكية الإسلام باعتباره دينا شرعيا بل وأكثر من ذلك وأرجو أن أكون مدققا فيما سمعت إن الحكومة البلجيكية تصرف معونة مادية للدعاة وأئمة المساجد توقيرا لهم ولكي تعطيهم زرت اليابان في سنة 73 لأحضر مؤتمر ديني دولي للكنيسة هناك وفي المؤتمر التقيت برئيس مجمعنا هناك وسألتهم كم عدد اليابانيين أجابني أنهم مائة مليون هكذا كانوا في ذلك الحين مائة مليون قلت كم عدد المسيحيين أجابني أن هؤلاء المسيحيين لا يتجاوزون عشرة مليون مائة مليون من عشرة مليون قلت له وكيف يعامل المسيحيون أجابني بقول غريب قال إننا نحن المسيحيين نشكل رعبا على الأكثرين قلت له كيف قال لحساسية الدولة لألا يضار المسيح لأنه أقلية فإن من يمسه لا يعلم إلى أين يذهب ورأيت بعيني كيف أن المسيحيين من أعظم رجالات الدولة هناك لا تفرق الدولة بينهم دا اللي احنا عايزينه في مصر يا أسيس وبين سكان اليابان قلت ماذا قلت قلت مائة مليون نعم قال إن الأقلية تشكل رعبا على الأكثرية وذلك لأن الحكومة حساسة من جهة أي شيء يمسه بالمسيحيين هناك زرت كوريا وكوريا أصلا وسنية من ماءة سنة لم يكن فيها مسيحي رأيت قبابة الكنائس تعلوها الصلبان حتى لو كما لو كنت قد زرعت المدينة صلبانا وتسألت كيف يعيش المسيحيون هنا فقالوا إن الرئيس رئيس الدولة كوريا الجنوبية مسيحي ورئيس الوزراء مسيحي رئيس الدولة هو مسيحي بروتستانتي ورئيس الوزراء مسيحي ميسدوستي هل يتصور هذا أحد شعب يترك الدين لله هو العلاقة التي تربط بين الإنسان وإلهي بالزبط والوطن للجميع لماذا لماذا نفكر في كره الآخرين وإبادة الآخرين ونوقع أنفسنا في مشاكل لا حصلة أمين تعالى نسأل مع بعض أمين أهلا بكم قناة الطريق لك روحي من معنا مرحبا من عراق ويا جاي شوري أهلا بك أهلا بك وكل أهل العرق أهلا أختي ممكن أتكلم معي حضرة القصر أهلا طبعا يتفضل سامعك الأسيسي تفضل أريد أقول لها من ساعته على الأمريكان دخلوا على العراق حضرة القصر على ساعت مصر ساعته الأمريكان دخلوا على العراق بل زين من دخلوا على العراق اتتوقوا بالعراق صار 10 سنين بالعراق مليونين شيعي وسنين كتلوا مليون ونف مسيحي آشوري بالذات كل انطلع الخارج صلعوهم أمريكان من إجوا على العراق إجوا بالنسبة للمسيحيين لا خلوا آشوري وكل داني ولا خلوا كنيسة آخر كنيسة اللي تفجرت بسيدة النجاة أياد إسلامية شيعية سنية وبالشمال العراق الأكراد يصفون المسيحيين وبالبغداد كرخوا رصاصة الشيعة بالرصاصة بالكرخ السنة بس بأيدي من يقول لهم الأمريكان واليهود الأمريكان واليهود ما خلوا كنيسة بالعراق يعني أنا باقي كم واحد آشوري بالبغداد على العزل الأصابة أمريكان ما يريدون نبقى بالشرق الأوسط واليهود والإنجليز أنا داعث أنا أمري ستين سنة أنا داعث من من 1920 مذبحة سمية لجوث القز يعرف 1923 نذبحوا أربعة آشوري نذبح الآشوري من جميع العراق الإنجليز واليهود اللي حجرون اللي ميردون بشرق الأوسط مو العرب 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 يأخذون فلوس إيه بس من يجفعهم الإنجليز واليهود يا يا حضرة الكز آلي باقي بالعراق هنا وشم واحد أمين أخويا الغيلي ربنا يباركك ويبارك كل أهل العراق لا خليني خليني أحفي خليني أحفي يا أخي لا تقولي مو حتى تعرفون المصر مصر مرحي خلون مصري بيا صديقيني يعني أنا مو علموش بس أعرف الحقيقة من الحقيقة كلها أيدي إنجليزية أمريكية يهودية مو إسلامية إسلامية أرهاب إيه ما نشغل بيهم بس مو لدي يدفع الفلوس إلهم الصهي الصهي يعني آشوري مسيحي يعني ما بدل أرضي بالدنيا كلها مسيح منه الصلبة اليهود الطهاد منه سوى اليهود يعني إذا أم يجوا على بابل على الحلة أنت تام عجوز بالبابل قص يعرف قعدوا على سيران يقول لقد عدنا إليك يا بابل على متبي بابل لقد عدنا يا بابل باشر يقولون لقد عدنا يا فراعنا يا مصر اليهود والإنجليس والأمريكان يعني إذا أريد فضائية تحتي وحدة تحتي الحق ما حد يحتي لإيش تخافهم من اليهود يعني مسيحي يعني مو مسلم يعني مسيحي عشوري قالي تسمع العالم كله شكرا أخويا لغيلي ربنا يبركك وشكرا بداخلتك الجميلة ديت معلش ممكن الناس مع التعليق الأسيس أخي الحبيب أنا أتفق معك في هذا كل الاتفاق خانتني الزاكرة وأنا أرد على أختي السائلة لماذا لا تتحمس للحماية الدولية فقد فاتني أن أذكر سببا ثالثا لمن نحتمي هل نحتمي بالغرب المسيحي هل نحتمي بأمريكا يؤسفني أن أقول أن بلاد الغرب المسيحي وعلى رأسها أمريكا لا تهمها إلا مصالحها فمصالحها أولا دعنا لا نتجاهل هذه الحقيقة لقد تعودت أن أقول وأنا مستعد أن أقولها في وجه أي زعيم غربي إن يهوز الإسخريوتي باع المسيح بثلاثين من الفضة أما الغرب الأوروبي وعلى رأسه أمريك فقد باعوا يسوع المسيح بالبترول للأسف ليس هناك من يفكر في أمر المسيحيين ولا في أمر الأقليات التفكير أي قوة هي التي تسود ومنزل الذي يمكن أن ننتفع من التحالف معه لكن إذا كان هذا عزيزي شأن البشر فإن شأننا مع رب البشر الذي لا يمكن أن يتخلى ولا ينسانا وربما هو قد سمح بذلك لكي يكون متكلنا فيه هو فقديما وفي سفر هوشع تحدث الله عن شعبه القديم الخائن فقال معالجا لخيانته وأخذها إلى موضع خلال أي أعزلها عن كل الذين يمكن أن تحتمي فيهم وهناك ألاطفها ومن هناك أعطيها كرومة فسياسة الله أن يحطم كل عكاز أرضي نحاول أن نستند عليه بحيث لا يكون هو لا يكون إلا هو سندنا وعددنا وقال فيه ذات السفر طالبا أن يرجع إليه شعبه واضعنا لفمهم هذا الكلام قال قولوا لا يخلصنا أشور لا نركب على الخيل لا نقول لعمل أيدينا ألهتنا إنما بك يا رب يرحم اليتيم كأني أنا يتيم وأنت الأب والأخ والأم والكل في الكل أمين بإسم يسوع ما ناشعه كاز غير المسيح هو سندنا الحقيقة في الدنيا دي بك يرحم اليتيم أمين بإسم يسوع ناخد تليفون آخر قناة الطريق اللي كان روحي من معنا أمين 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 سعر الخير يتفضل سعر خير اتفضل أنا أمجد من اللقصر أهلا بك يا أخي أمجد أنا عاجبني الكلام بالكم كتير قد مليان تعزيه شكرا وعادينا رغم أننا بنمر في أوقات صعبة جدا وحاسين أننا رغم أن نتكلم وبنقول وقدي قل موايا علينا بس أنا واثق أن ربنا سمعنا وأنا واثق أن عبدالة السمع لاخد مجرها يعني العبدالة الأرضية ميزان همال يعني وتقلبة الحقاية وكلام تكذب رغم الفيديوهات ورغم اللي تشاهل في التلفزيونات هدي المعنى أن القناوات المصرية أنقف أيوة شين يعني واحد رايح مع أمراضه ومع ابنه بيظهر مظهرة سلمية جدا بيقول مطالبهم بيقول على الكنيسة لتحدث في أصوان بطريقة مشروعة طبعا بطريقة مشروعة بالضبط ما عملوش أي حاجة يعني ما عملوش ولا أعتدوا على حد ولا ضربوا حد طلبين يعني بكل محبة طلعين يقولوا بس يا ربي يعني محتاجين بالضبط مظهرة زعبوا لكي يلوجه ويحتموا في الذين قتلوه بالضبط يعني جم يحتموا فيهم ضربوهم وبهدلهم متفقل طلعين بالجيش هم مضطمنين من الجيش والمضرعات دولا لا هم اللحنينهم بالضبط لكانوا قال إليه من الناس العامة ما كانوش قلقانين من الجيش يقوم من الجيش ولا يضربهم يضربهم ده أنا عايز يعني أكيد أنتم عارفين أن ده سلاح حرب سلاح حرب قدام مدنيين أنت دخل تايف المدني ده ركت طيارة F-16 ولا بتاع ودبابه ومسيك له أربع جيف في عيده عشان تدخل على الدبابة وتهجمه تضرب متعدد تدوسه فيه متعدد كانت الدرب ده مش رشاش عادل للضرب بيهم للضرب للضرب فيهم ده مش رشاش عادية والتهس اللي حصل ده ده اللي سمعت الناس قالت أنه بيسمع على الله أكبر بيكبروا عالم طب ليه طب طب ده 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 فأنا بصراحة مش مستغرب مش مستغرب من ده كله بالمرة لأن الكتاب قال هيكون لكم دي نعم عايزين الناس اللي بيقتلوكم بيقدموا لخزمة لكن قالتنا برضو افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم السماوات تمام هم عملوا كده باللي علينا فأكيد هم عملوا كده بالرب إيش حال إحنا فإحنا عايزة أقول لهم لأحنا ما نخفش إحنا نزبت في الإيمان مفيش حد يزعزانا إحنا واثقين في ربنا إن إله هنقادر يجبين حقنا تمام في إله شايف ربنا يباركك يا أخي أمجد من الأقصر بكلمات التشجيع دية لنا إلهنا هو شايف وهو عارف بكل اللي حصل لكن أخي أمجد سمع اللي قلته إن شوية تفضل إن المصفحة التي سحقت هؤلاء الأمري لم تسحقهم فقط بل سحقت تاريخ مصر وكرامة مصر وشرف مصر وحضارة مصر حقيقي الكلام دوت أستيس مونير هناخد فاصل صغير اتعذينا بالكلمات الجميلة مع حضرتك وهنكمل الحوار الجريء مع حضرتك وصريح جدا وهنقول أعزائي المشاهدين خليكم معنا ما تروحوش في حتة تانية رجعين لكم تاني بس هنسمع الترنيمة اللي جاية ديت علشان نقدر نتعذى بيها أكتر وأكتر زي ما سمعنا كلمات التعذية أيضا هنسمع كلمات الترنيمة ياريت المخرج يحطلنا فاصل ونعود موسيقى 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 مهما كان الحال هدفتر ياللي بيتشق البحوط مهما كان عالأرض ضربة مهما كان الحال هدفتر ياللي بيتشق البحوط مهما كان عالأرض ضربة مهما كان حال هدفتر شيء ما كان عالأرض ضربة كلنا جايف ونسلو يا جاسوبة من تهدي بارك بلادي بارك بلادي يا سامي عيس ونار نقلو كل البشار بارك بلادي بارك بلادي بارك بلادي لصورات ملوكنا ورسل لنا المطر وحاكي الوصول تجمع العظام من كل ودي نحيات طقت حديدا نعطيك باسمك يا فادي وحاكي الوصول تجمع العظام من كل ودي نحيات طقت حديدا نعطيك باسمك يا فادي بارك بلادي 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 نصر يا أم الملاد أنت غيري والمران وعلى كل العباد كهلين من أيامي ملادي 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 كهلين من أيامي لدي بلادي لدي حبي وقعاتي أعزائي المشاهدين رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل والترنيمة الجميلة اللي سمعنيها بارك بلادي بارك بلادي يا رب بارك بلادنا الحبيبة مصر يا رب يا رب أنت مشيت على أرضها عشان كده يا رب مسنينك بكوة تزلزل تزلزل مصر يا رب وترجع الحب والسلام مرة تانية في أرض مصر التجمع اللي احنا شوفناه من شوية في الترنيمة كان أكبر تجمع فأسيوت من كل التواف وده اللي ساعدني جداً دلوقتي اللقبات كلهم بكل التواف بقى واحد في المسيح ما فيش حاجة اسمها طايفة فلانة طايفة فلانة لكن كلنا اتحادنا وبقينا جسد واحد وروح واحد في المسيح عشان كده بننادي ونقوله يا رب بارك بلادنا بكل اللقبات اللي في مصر حماية خاصة ارسل يا رب حماية خاصة لهم باسم رب يسوع قبل ما يكون دينا الحديث مرة تانية أنا سعيدة جداً يكون معي جنيب الأسكف مونير حكيم رئيس المجمع لنهض القداسة في مصر وكمان راعي كنيسة نهض القداسة في القلالي اهلاً بيك مرة تانية أسيس بعد الفاصل وتعالى نستقبل تليفون مع بعض ونكمل الحديث مع خضرتك نقول اهلاً وسهلاً بيكم قناة الطريق اللقاء الروحي اهلاً بيكم هلو؟ هلو؟ هلو مساء الخير اتفضل مساء الخير انا بكلم حضرتك من مصر الحقيقة ومن على تراشر المرض لاني عامل عملية جراحية فأطلب صلاة الأسيس مونير نفس الوقت احب اعمل مدخلة وحط عنوانها اعزتين الحياة غرث وجوانا من تعاليم الأسيس مونير اعزة باسم مؤمنون ضد النار والعزة التانية قدسون في بيت قيصر واقول له انا ابنك ميلاد بكلمك من القاهرة وعايز اقول انه الكلام المشجع والمعزي المليان بالحكمة والاستنارة اللي الأسيس مونير بيعلمه النهاردة بيحول قلوب الناس واسكارها من الاندعاج والمخاوض ونقول لهم خلي بالكم انه حتى لو فيه نار لكن الله اوجد ليه مؤمنين ضد النار وزي ما الكتاب قال اذا ما شايتك النار لا تلقى واللهيب لا يا حرقك فاحنا ما عندناش خوف من التحديات ولا الاضطهادات ولا المخاوف الحاجة التانية انه اذا كان الرب بيؤمر ان احنا ندخل الاتون وهو بيسبقنا فيه لكن رغم كده ومخاوف الناس من ان احصل تذكورات والحكم الاسلامي سيطر وا 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 عايزين نقول انه ده مش هيكون تحديد بل بالعكد هيكون شهادة انه في وسط ده كله الله هيعادل اسمه هيعلن انه ليه قدسين حتى في بيت قيصر ربي يبرك حط لأسيس مونير قد استمتعت بوجودك النهاردة وبمشاركاتك ودايما نقي غضارك الحكم والتعليم ربنا يباكك ويوسع تخلومك يا رب شكورك 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 حسنا روحي من معينا هلوه هلو؟ ايوه اتفضل بسرع معيك اعلم من الصوتة اهلا بيك اخ عايدل من الصوتة اتفضل انا اعلم يدخل بسيطه طبعا الكلام بجميل جدا جدا اتفضل بس يا جماعة اخي تكونين ومتاثين لو اسمك حنى و درجسك او اي اسم من تعالي مع عامل النصر حمسائي جدا 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 انا سلت ماشيب علي 20 سنة جدا قطيها 20 سنة جاديد ولكن هناك دعي عائلة كبيرة في مصرية أهلية وكليات والجامعات ومستخدينهم وهم ليس بسرطة وصدينة أولاً أرادهم أننا نسيب بلدنا وهذا خطة مرسومة من زمان على الأساس أننا نكونوا مثل عمر مصر ونشرط بكل بلدنا لنسيبها لازم ندافع على طريقة معينة أنا أعلم أن ربنا حياناً ربنا جدير والمسيخ يحرصنا ولكن الجامعة لا أريد أن أردنا حرام أطباطي وعندها أهل مدرسة خاصة ومدرسة حكومة يتحدثون معقل نفسية هذه بلدنا يجب أن ندافع على حقنا أمين يعني اللي فاهم حاديك أتنب والله أنا أعرف أنت هي حاملة بس دي ظلم رعيب أنا نفسي أقتدام مطار أنا معاك إن في إضطهاد وفي ظلم وفي كهر في تعدي أول بقى مطار هي هنا بزورب بها تنور في المطار يعني مراملنا كواسة في المطار بقى 11 شهر مش عارة تركعتين بسم يسوع في بلدنا وعندنا بلدنا وهنتمسك ونقول لي بلدنا بس لذلك الآن تبقى فيه متدخل برضا ده على الأقل حق إنسان يحمي حقوقنا فيه حاجة اسمها الرقابة الدولية أنا عايزة برضك أخذ رأيي الأسيس الرقابة الدولية بلاش الحماية الدولية لأن ده صعب جداً الإسم نفسه بالزبط لكن هنكون بنرجع تيني للأسيس مونير لكن أنا أحب برضك تسمع تعليق الأسيس مونير على حضرتك إتفاضي الأسيس أمين أنا طبعاً بقر وقرر بكل ما بيقوله الأحباب أنا حاطت كل اهتمامي مش بالمرض والإصابة بس بل بالعلاج والشفاء تصحيح العبارة من حماية دولية إلى رقابة دولية هذا أستريح له تماماً أمين وهو شيء لا نصنعه لكنه قائم بالفعل الرقابة الدولية قائمة أراد الناس أو لم يريدوا الرقابة الدولية مصر مشتركة فيها وحقوق الإنسان مصر كدولة عريقة مشتركة فيها ثم إذا كنت أخشى أنا من يراقبني فمعنى هذا أن ما أفعله صح مش تماماً لكن إذا كان اللي أنا بعمله تماماً أبداً لابد فالصوت لابد أن يسمع وفي كل بلد سفارات كل الدول الأخرى وكل شيء يجري أمام العيان فعوضاً عن أن أنبذ الرقابة دعني أطالب بها وأقول تعالوا راقبوني انظروا ماذا أفعل لا أفعل شيئاً أنا أخجل أن يراه العالم ولا أن يبصره العالم فمرحباً بالرقابة الدولية إذا كان أنت في النور بتخاف ليه طبعاً ما فيش أي حاجة تخوفني ما فيش حاجة تخوفني لو أنت ماشي صح ومعتدل وفي مسوايا وفي عادل في البلد ثم أنا لا أستطيع أن أعيش وحدي أنا محتاج للدول الأخرى وأنا أيضاً أتلقى عوناً من الدنيا من البلاد الأخرى وكل البلاد تعيش لأجل بعضها البعض فإذا كنت أرفض رقابة الآخرين فإن الآخرين سيتركوني وشأني يكفي أن يتركوني وشأني وطبعاً لا يستطيع أحد أن يعيش مستقلاً بنفسه عن الآخرين لأن العالم أصبح لا سيما في هذا الزمان الأخير التي توفرت فيه سرعة المواصلات والإمكانيات وكذلك المرئيات أصبح كحجرة صغيرة الكل فيه يرى الآخر وفيه مونير موجودة فيه معونير بتنزل مصر طبعاً بلا شك ونحن نتقبلها وهذا لا يعيبنا بالزبط لا يعيبنا أننا في عوز مادي اقتصاد أو اقتصادي أمريكا الآن تدخل في اقتصاديات صعبة وضيقة معنا سيدة العالم في الاقتصاد فليس عيب ومصر في يوم من الأيام كانت من أغنى دول العالم حتى أن إخوتنا العرب يطلقون على الفلوس كلمة مصريات أو مصاري والكتاب يتحدث عن خزاء مصر ومصر في يوم الأيام كان خيرها ينقذ العالم من المجاعة في أيام يوسف فإذا كنا قد وقعنا في ضيق مادي أو اقتصادي فهذا ليس عيب ولعيب والحرام لكن أن نقع في عجز أقول في مثالياتنا في مبادئنا في حضارتنا هذا هو العجز الحقيقي الذي نلام عليه نستعبل تلفون آخر اتصال آخر قناة طريق اللقاء الروحي أهلا بكم هلو هلو مسائل خير تفضل مسائل خير هندن أنا بطرس من باريس أهلا بك يا أخي بطرس من باريس الحقيقة أوجه إتاب على ندوة روحية قبل كده تحت عنوان ما هو الذهن المرفوض يا جناب القصة معقول يعني ما فيش عنوين غير كده أن نعمل ندوة على تحت اسم ما هو الذهن المرفوض هل أنت توافق على ذلك؟ ثم أنه يطرح سؤال على الجمع بالتلفون عرفون ما هو الذهن المرفوض تتخليها ما هو الذهن المقبول أو ما هو الوقت المقبول ففي هذه روحة يعني صراحة يعني حاجات تموع فنلقوا من جناب القصة أن يعني خليك معينا بعد إذنك خليك معينا بعد إذنك تعليقك يا أستيس بعد إذن أنا مش هاد رفهم بيومي نحن وجدنا لكي ندين الزهن المرفوض ولا نتجنبه بل نذكر هذا الزهن المرفوض وكل كلامنا بالناقش أن الزهن المعادي للمسيحين في مصر هو ذهن مرفوض مرفوض من الله مرفوض من العدالة البشرية مرفوض حتى من الأغلبية الموجودة في مصر نحن وجدنا لكي نشهر بالذهن المرفوض وبالعقلية غير السوية وهذه هي رسالتنا ورسالة المسيح على الأرض كانت تواجه أول ما تواجه الزهن المرفوض في اليهودية وأدت مواقفه هذه من الزهن اليهود المرفوض إلى أن يصلب على الصليب ففيما نؤاخذ هل تريدنا أن نمجد الزهن المرفوض هل تريدنا أن نتجاهل الزهن المرفوض أم نأتي به إلى نعمة المسيح لعل هذا الزهن المرفوض يستنير ويتحول إلى زهن مقبوض ليس هذا هو القلب ليس هذا هو القلب هم دا يفهموا ذلك يعني لو حقينا أن يوجه لهم كلام هم مش هيفهموا هذا الكلام يعني الزهن المرفوض دا مثلاً باين المرفوض المطلوب توجهه قبلوا أو لم يقبلوا مفروض أن تضيء بالنور والظلام يغرب من تلقاء نفسه هل العلاج أن تسكت المفروض أنك توجه سيدك قال اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها ومصر قبل أن تقبل المسيح كانت وثنية تعبد العجل ولولا أن جاء المسيح بنوره ليرفض ذهنها المرفوض ما كانت مسيحية في مصر وما كانت كنيسة في مصر صل يا أخي أن الله يتعامل مع كل ذهن مرفوض ليؤت به إلى نور المسيح لازم نتكلم ولازم نوجههم ما نسكتش أسيس منير نفسي قوي بردك أتترك لسؤال آخر مع حضرتك يمكن السؤال دوت جميعا أغلبية المشاهدين ممكن يقول لكن أغلبية المشاهدين ممكن يكونوا بيسألوه ما الذي كنت تتوقع في دور الكنيسة في الوقت اللي فات في أحداث مصر في الحقيقة لا يمكن أن أذكر دور الكنيسة إلا وتتجلى أمامي صورة أبينا جميعا قداسة البابا شنود الثالث فلا جدال في أنه مهما كنا طوائف مسيحية مختلفة هو بحسب موقعه وموضعه أبونا جميعا أمين وكم نشكر الله لأجل كل ما حباه الله به من حكمة وفطنة أمين فأنا واحد ممن يعتبرونه صمام الأمان في مصر أمين لكني غير متفق أن أبانا الكبير لا ينبغي أن يدخل في السياسة بل أننا نحن مطالبون أن نكون في قلب السياسة وأريد أن أقرر ووافقني الجميع على هذا أن أبانا القديس هذا هو واحد من ألمع السياسيين في العالم وقد حباه الله بسياسة الحكمة والمحبة قول لي الذي يقول لن أدخل إلى القدس إلا ومعي إخوة المسلمين أوليس هذا أعظم قرار سياسي مدفوع بروح المسيح الذي يقول في عبارة لم يسبقه إليها أحد إن مصر ليست بلدا نعيش فيه بل يعيش فينا ليست هذه السياسة ما أمجده وما أعظمه ما هي السياسة السياسة هو النظام الذي أتخذه لنفسي أنا لي سياسة فيما أقول لي سياسة فيما ألبس لي سياسة في تربية أولادي لي سياسة في الفكر الذي يسيطر لي فكيف يُعجب هذا عن أب كبير كهذا من أعظم عقلاء العالم ومفكري أنا أريد وأتمنى أن ما صلى لأجله المسيح يتم ويتحقق أطلب أن يكون الجميع واحداً كما إني أنا والآب واحد أنا أقول أريد وحدة بين المسيحيين في مصر لا لأن بل رغم أن أقول لا لأن لأنه ليست بالضرورة أن تتفق عقائدنا جميعاً أن أرسوزوكسياً يترك عقيدته للبروتستانت ولا بروتستانتياً يترك عقيدته لإخواتنا الكاثوليك هكذا اختلفنا في فروع مختلف لكني أقول إن لم نتحد لأن نتحد رغم أن فهناك المسيح وهو أكبر ما يجمعنا فداء المسيح والصليب وهو أكبر ما يجمعنا اسم المسيح وهو يحتوينا وأنا أؤمن أن هذا هو العصر الزهبي أمين تحت مظلة هذا الأب العظيم البابا شنودة أن نكتمع كلنا معاً فنحن جميعاً أولاده أمين وأنا أشكر الله وأهنئه بأنه في طاعته أعداد كبير من المسيحيين المستشارين والمحامين والحقوقيين والأطباء والمهندسين بل إن كل المزاهب المسيحية كل هؤلاء في طاعته ويكنون له كل الولاد وقد جمعني به أكثر من لقاء وفي عزبي أن أول ما أفعله سألتقي به وأتعز بالوجود في حضرته وسأعرض عليه أن محبته الكبيرة وقلبه الكبير يحتوينا جميعاً لسيما أننا في هذه الأيام نحتاج إلى الكلام الخارج من فمه وإلى الحكمة التي أعطاه الله وعلى سبيل المسال في مصر الآن تختلف الأراض هناك من يقول هل نتظاهر أم لا نتظاهر هناك يقول هل ننتخب أم لا ننتخب من صاحب الكلمة الحاسمة في هذا كله من الذي يجمع رأي الجميع من الذي يخضع له الجميع من الذي يحتاج أن يتزود ببركته الجميع لذلك فأنا أرجو أن أجمل حصاد من كل هذه الظروف الصعبة هي أن تجمعنا كلنا معا وأن تصهرنا نار التجارب والألام وكم أذكر له هذه البادرة الحكيمة العظيمة أن أول رد فعل له أنه قرر سلاسة أيام للصوم بحيث يلجأ الجميع وأعتقد أن كل المزاهب المسيحية وبينهم أنا أشرنا على كنائسنا جميعا أن تصلي وتصوم إلى الله فقد وجهنا إلى مصدر القوة الأوحد ومن غيره كان جديرا بأن يوجهنا هذا التوجيه أمين بقيادة الأب العظيم طبعا لذلك فنحن في حاجة إلى صلاة وفي حاجة إلى توجيهه وفي حاجة إلى قيادته أمين حين سيم على كرس البابوية اتخذ شعارا يتخذه كل البابوات أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبزل نفسه من الخراف أمين أحيي حكمته أحيي هدوءه في قلب العاصف يحيي السلام الذي يملأ قلبه رغم أن قلبه يتفجر بالحب وعيناه مليئة بالدموع أحيي هذا كله فيه وأقول لينفعنا الرب بحكمة هذا الرجل العظيم وليعزين بوجوده في أعلى صفوفنا أمين وأنا أشترك مع حضرتك أسيس مونير في قوله الرائع ربنا موجود أمين معنا تليفونات كشيرة ولازم نكون من استقبلها عشان تليفونات من مصر نقول ألو قناة الطريق اللقاء الروحي حوار صريح جدا مين معي؟ معاك الأسيس وديع عبد المسيح أهلا بك يا أسيس وديع شكرا نشكر ربنا وحشنا كتير ربنا يباركك يا سوديع أنت أكثر رب نباركك ويحفظكم نفعي جدا بالبرنامج الرائع دوت مع الأسيس الفاضل مونير حكيم ربنا يباركك أشكر رب جدا والرب اتحدث ومن أجل اللقاء الروح الجميل أنا أول ما شفت الأسيس مونير يعني قلت ليس ممكن وحشي بقى أنا قطرة طويلة جدا ما شفتوش يلا تعال بأزوره الوقت الطيب اللي كنت بزور في الكنيسة بتاعته وكنت مستمرة أنا والدتي في الحضور عند الكنيسة ولا أنسى شجاعة هذا الرجل العظيمة أنا اللي في مرة من المرات طلبت مني رسميا وطلب رئيسنا باحث قلب الدولة في مصر أن يسلموا وهو رفض ورافضي كامل لأنه أنا أبدي شهادة حسنة أن هذا الرجل من رجال الله الشجعان جدا وفي قلب مصر ورفض أن يسلموا لأنه كنت وعظت في الكنيسة من الكنيس في مصر وطبعاً في ناس سجلوا اختباري ووصل الأنباء واتصل بين الناس وبما داح سألني الدولة قالوا له سلمنا مصطفى ونحن نديك تصريح ببناء الكنيسة وهو رفض فأنا يعني بنحمل جلالاً لهذا الرجل وشجعته بكلمات النعمة اللي اتخرج من ثمه أمين أسيس ودي بصلي لرب يشمي ويشمي المسيحيين الشجعان مثله في مصر يعني أنا بصلي لو فيه مسيحيين شجعان مثل هذا الرجل المسيحية فعلاً ستنتشر وسيعلو اسم المسيح ورب المجد سيتمجد بصورة غير عادية شكراً يا سيس ودي أنا كنت أريد أن أقول كلمة صغيرة واخترامة اتفضل إن جاءت اللقاء الروحي الجميل أنا أريد أن أقول مشكلة مصر هي ألو السيس وديا أيوة بالنسبة لمشاكل مصر الحالية هي لها شكين أولاً شك روحي الشك روحي زي ما قال الكتاب في آفاس الستة مصرعاتنا ليست مع داناً واللحم بل مع رؤساء مع الصلاةين مع أولاد هذا العالم على ظلمة هذا الده المسلمين ضحايا لدين بيعلمهم الإرهاب والأكل زي ما أنا كنت مسلم زمان بتعلمت هذه الأشياء وأنا بشوف كل مسلم بيحاول يبقى عن الإسلام ومسلم مخلص لدينه زي ما قال حضرتها السيد من شوية عندهم الزلم مرفوض الزلم بتاعهم أظلمه إبليس فالدور على المسيحيين في مصر أنهم يصنوا من أجل المسلمين يعملوا اجتماعات صوم وصلاة باستمرار عشان الزلم المرفوض ده يتحول إلى الزلم مقبول لأن المسلم مش المشكلة فيه يجبوا يعني أنا ده بص في حدث مسلم اللي حصلت دي إن أول ما المسلمين شاهوا السلطان اللي شاهد على المسيحيين والسياطين هاجب إنو وراء المسلمين وبدأ اتبهت في المسيحيين لأن الشيطان يكره الصليب جدا لأنه الصليب غزن تبليس أمين أمين لأنه يقولني للرب يسوى إن كل كنايس في مصر تعمل اجتماعات صلى وصوم شهرياً ثلاثة أيام مش مرة واحدة يعني يروح كل سنة أو كل سنتين لا كل شهر كل كنايس اجتماع على صيام ثلاثة أيام ومكتاعاً زي صيام استير وأنا أسف إن مصر ستترجع إلى أده المسيح باسم يسوع ربنا يبركك يا سيس وديع وكلمتك المشجع وكلنا بنشد بهذا الامر سوم مصالة شهريا مش بس مرحلة وعدة او كل سنة او سنتين بنعملي لكن شهريا يا جماعة ربنا يبركك يا سيس وديع سعيد اسمع صوتك وتتبع جهادك في كل مكان تصل اليه ناخد تليفونات اخرى من مصر وربع ديها ونسيب التعليق مع خضرتك يا سيس مونيا اهلا وسهلا بكم اللقاء الروحي قناة الطريق حوار صريح جدا اتفضل الو مساء الخير اتفضل مساء الخير مساء النور اتفضل انا حركي انا حاسم كمال بكلم بي اهلا بيك يا سيس حياتن اهلا وسهلا انا مسلم وقاعد مستمع اول مرة على فكرة بدور في التلفزيون فريق مني الحكيم بالحضر القصة بتكلم طبعا انساننا رائع وانسان حكيم جدا والصوت العائد اينا بتحكمه فانا باقول المشاعين انا بكرة اتقومة اخوانا المشاحيين بقول للمصريين المشاحيين لان دول مصريين ودول اصل مصر مصر مكانكم واللي بيخوفكم بيخوف معظم الشعب المصري امين اخويا برافو حقيق انا شخصيا انا شخصيا ده ده الصوت الحقيقي والصوت العقل والصوت الاحترام للأثر الشريط يعني الناس للسلفجين انا كمصري مسلم ملتزم بيخوفوني بيلووني بيلووني على مصر ليه لأنهم ابتعدوا عن الاسلام الاختامح الاسلام الحقيق الاسلام الرسول وصع على المسلم عبد المسيحي الرسول اللي وصع على الاسب عبد المسلم الرسول اللي وصع على سبع جار حتى اللهم قالوا لحنا خوفنا ان نقدر نورسه سواء الجرد مسلم سواء مسيحي سواء يهودي الإسلام اللي هو بيلم العسف الشديد اللي شايفين دلوقتي مش 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 إسلام اللي انت شايفون ده طيار إسلامي سياسي عسف باللخص لعبة قذرة السياسة لعبة قذرة فهم خلطوا الأديان بالسياسة بالحكم وأرجو من الاخر المسيحيين أنا عسف برضو قلت الاخر المسيحيين 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 أرجو من المسيحيين الأول المسيحيين المسيحيين دي بلدك وده مكانك وإحنا دموا واحد وأصل واحد أتحذى أي حد يشوف يعرف من لي ماشي في الشرعة ده المسيحة ولا مسلم أتحذى أن أياه أنا زمان أنا كنت بقولي زوجتي من فترة أنا كنت أحياناً يما لقي أدخل أي مكان أي سردلية أي مكان وأعمل باحترام شديد أبقى عاد أدور على صورة أبص في إيد وأدور على صورة يعني يطلع 80% مسيحي مسيحي أي مظموط الأسف الشديد أسفل وأنا بقولنا الأسف الشديد ليه مش الأسف الشديد ما هو طلعاً مستحاقات لا الأسف الشديد أننا كمسلمين بعيدنا على الإسلام الحقيقي الإسلام السمح الإسلام المحترم الإسلام اللي هو لا يفرق الإسلام اللي هو بيجمع الإسلام اللي هو أننا مصر قدر يعني مفروض رسولنا قال أن البلد الوطن ده اللي يتفع في البلد قبل فيه نفسه فناس الأسف الشديد عن جهل شديد وعن جهل مطقع أنهم يخيلوا أن نسمع عن غزوات ونسمع عن مشاعرين الكلام ده جماعة مش الإسلام الكلام ده الجهل سواء السلفيين سواء جزء تجري من الإخوان يعني الإخوان فيهم جزء محترم لا نمكن ذلك أبدا لابد أن نكونوا حقين فيهم جزء الناس محترمة لكن فيهم جزء يعني التشدد في الأسف الشديد يعني السلفيين هم اللي ترعوننا في البخت أنا آه للأبي والله بيرعبوني أنا كمسلم بيرعبوني السلفيين السلفيين دي شهادة دي شهادة يعني كلنا نعتز بها فأنا أرجو أنا أرجو أن القناة تاخد روح شرط القص اللي هو التعكل والإحترام والتوحد يعني نحاول نتجمع من يتفرقش أمين أمين أخويا الغالي أنا بشكرك لمشاركتك العظيمة دي الجميلة في الحقيقة أنت إنسان فعلا مصلم معتاد نحييه كلنا نحيي كلنا نحييه النوعيات دي هي لمثار ومصدر عزاء للنفس بالضبط وأخونا نغلي هو طرف السلفيين هم البهدين البلد هم اللي داخلين علشان ياخدوا الرئاسة هم اللي داخلين علشان يخربوا البلد هم أساءوا إلى أنفسهم وإلى كل شيء يتموا إليه أمين بإسمي سواء ناخد اتصال آخر قناة الطريق لقاء الروحي حوار صريح جدا حلو مساء الخير مساء النور مدام رانيا أيوة اتفضل أهلا بيك حبيثي أهلا بيك مين أبونا برقام معاك القاهرة ماللوي مساء أهلا بيك يا قدس أبونا أبونا برقام ماللوي ربنا يبرك في قدسك يا بونا اتفضل شكرا شكرا ربنا يبرك يا بونا اتفضل أبونا برقام أنا بحبك يا قدس منير أشكرك أشكرك أنت حبيبي المسيح حبيبي أشكرك يا بونا أشكرك الرب فرحان بالكلام بيجوم جدا وأنا شفت الرب يسوع أكثر من الله لك قدس منير تعيش حبيبي وكلامنا حبيبي أنهنا لازم نتوحد سعلا ككنيسة رسولية وحدة وقال لي لو أنتم ارسزوك رأس الكنيسة فباجة الطواف هم أعضاء جسدكم نعم كلنا واحد نعم واحد الزبط وشباه للطواف كلها للفواكه وغير أنتم تمثلوا فواكه جدا وكلكم مولادي في كنيسة الأسرار في كنيسة البشار في كنيسة الترسيل في كنيسة التذبيع أنا خالج أولادي المسيحيين اللي سمع من جبل ما يتولد وقولهم كده الداني رسائل يا تستمونير لكل العالم مسيحيين مسلمين وسلمين أكلين لهم بشر طبعا كلام كتير أهم شكرا رحكي دلوقتي في اللقاء عشان ما هطلقوش لكن حبيب أنا شفت الرب يسوع جل أنا الله الواحد مديش إله جيري أنا يسوع أنا الله أنا لها العهد القديم أنا لها العهد الجديد المسلمين ما عرفونيش أنت أولاد سعرفون أنا ليا أولاد فيهم أجبهم أنهم الناس المعتدلين نعم زي الرجل تكلم في وقت المبارك للرب يبارك نعم جل أنا ليا أولاد كلموهم عني دولا ما يعرفونيش وتسعرفونيش منهم دولا عبنون كأطفال وصلوا لهم الإيمان وعرفوهم بي عشان يرجعوا لي أنا منتظر كل العالم أنا خلق النار للشيطان للبشر أنا مش عايز واحد يدخل النار خلقته نعم أنا عايز كل البشر يأمنوا بي إن أنا الله لأن ما فيش خلاص إلا بي عظيم الناس الطيبين في المثلين في الأرض هسيهم أجرتهم في الأرض لكن ما أمنوش بي إن أنا الله ما نهمش دخول عند السماء أنا عايز كل العالم يسمع كده مثلين وسنيين كل العالم ما فيش دخول السماء إلا بالجناء بشخص الرب يسوع من الله أمين بإسم يسوع لكن مطموب الحبيب حسنا لنتوحد في كنيسة أم كنيسة أولادنا كنيسة أسوكسية بشباها المجدين أم كل الكنائز كل الكنائز دول أولادنا صوايف كلهم أولادنا وأخواتنا أدينا وأعنينا ورجلين وجلبنا وحبيتنا وحياتنا أنا بسلمك حبيبي يسوع أنا بحبك جوي شكرا ربنا يبركك أنتليك معي معجزة قصة وأنا طفل الزير أنا فاكر سمحتلك أذر حسد في قلب فكرة حبيبي المسيح أذر الجميلة الحلوة دي أنا بحبك أوقف شكرا شكرا أنا بحبك نعم أمين أمين وده اللي بيحصل دلوقتي عضاء الجسد الواحد آمين 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 أنا يخليك يوم هو كمان بيحبك آمين بصلاتك يا أبان العزيز شكرا شكرا أشكرك أشكرك نعم آمين 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 هو الرب آمين هو طريقك أرجو أن تصلي لي أنا أبنى إبراهام ملوي القاهرة أهلا أهلا بيك أهلا بيك أشكرا بحبك حبيبي أنت حبيبي المسيح أنا ليه كلام كثير إن شاء الله أتكلمه بعد كده أحاول أبعد تسجيل كده علشان يوصل العالم أنا المسيح كلمني إن في رسالة لازم توصل العالم كله آمين أمين أمين كلهم يسوع بيحبكم مفيش إله غيري أنا الله الواحد آمين أنا ظهرت لإبراهيم وسحاق ويعقوب والسكة قدون الله آمين مفيش حاجة بتحصل لكم إلا بإذن مني ماتخفوش المسيح هيحول أنجاب عظيمة بمصر أمين نعم منتظرين منتظرين شوفنا ولسه هنشوف معجزات المسيح أمين 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 أنا بحبكم جداً وإحنا كميسة وحدة في المسيح شكراً لله آمين ربنا يبقى جسد واحد آمين يا أوسف آمين يا أوسف آمين 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 ما يخليك يا أوتس أبونا بيقول نرجع للكنيسة الأول بسلوات بمثضبط باسم يسوع كلمتك مشجع يا أبونا وآآ إلى مزيد والمزيد من التعليقات الجميلة المشجعة والكلام المشجع اللي فعلاً بيدخل القلب لكن نرجع تاني لحضرتك قبل ما نكون لنا نهاية حلقتنا النهاردة مع حضرتك كالس منير نفسي قوي أسألك ما هي اقتراحاتك للقضاء على غول التعصب الديني اللي حصل في مصر الذي يقضي ليس على الضحايا فقط لكن في نيران كثيرة يشعلها على غول فعلا الكلمة دي صعب قوي كلمة في في مفهومها الصحيح ان الذي يهاجمنا ويهاجم مصر هو غول يبتلعنا والغول ده طبيعته توحشي بالزبط ماذا يفعل إلا أن يفترس ويأكل في الحقيقة السؤال ده بيتفاعل معه قلبي وزهني كيف يمكن أن يقضى على غول هذا التعصب كيف يمكن أن ننجو من هذا السرطان الرهيب كيف يمكن أن نشه من هذه المحنة التي فرضت علينا فرضا دون أن يرغب فيها أحدنا أو يرجوها أنا بقول إن مصر تحتاج إلى خلق جديد أول ما نتجه فيه ينبغي أن نتجه إلى البيت إلى البيت المسلم وإلى البيت المسيحي إلى الأم المسلمة وإلى الأم المسيحية ولأني أعرف استعداد كل أم المسيحية بما أعطانا إياه المسيح من حب أركز على أخت الأم المسلمة اغرسي في أطفالك وهم صغار بذور المحب فرق كبير بأن تقولي لابنك أخوك الذي يجاورك في المدرسة أخوك في المسيحي هو أخوك أخوك في الله وأخوك في الوطن غير أن تقولي له هذا عدو لك هذا كافر بعد عنه بعد عنه وتعملهوش تترسب الأحقاد في قلب صغيرك المسلم وأنت لا تخدمينه في هذا ثم يترسب روح الظلم في داخله داخل القلب المسيحي الطفل المسيحي الظلم الواقع عليه فينشأ يكره أخاه المسلم وينشأ الآخر يكره أخاه المسيحي لما هذا لما هذا ما الذي ننتفع به من وراء هذا أو ذاك هل الله علمنا كذا الله إله الحب لقد خلقنا الله كل ولد في دين فالمسيح ولد في بيت المسيح أختي المسلمة لو أنت ولدت في بيت المسيح لكنت مسيحي ولكنت تتضايقين لو وقع عليك اضطهاد بسبب دينك قال مسيحنا عبارة أرجو أن نعيها جميعا تعتبر في ذاتها إنجيلا كاملا ذهبيا قال وكلما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم بهم هكذا أي احبب لغيرك ما تحبه لنفسك كل انت تحب غيرك يعمل فيك فتصور نفسك أقلية في بلد غالبيات ومسيحيون فإذا بالمسيحين يضطهدوك هل كنت تقبلين على نفسك هذا إذن من هذا المنطلق ربي أولادك على مخافة الله وعلى محبة الجميع الأمر الثاني أتجه به إلى المدرسة والمدرسة محطة ثانية تتلقف أبناءنا وأطفالنا مصبوط كله بيطلق فإذا نقين مناهجنا مما يجعل أبناءنا يتعصبون إذا قدمنا لهم مناهج علمية تغرس فيهم بزور الإخاء والمحبة والانتماء نعم المدرسة عليها دور كبير لأنها المكان الذي يصنع أولادنا ويصنع بناتنا حين ينتفي روح التمييز في المدرسة فليس هذا مسيحي وذاك مسلم وليست هذه مسلمة وتلك مسيحية ويساوي المدرسون بين الجميع وفوق الكل الوزارة والمقررات والمناهج التي تقدم يا جماعة أرجوكم أرجوكم باسم مصر وأرجوكم باسم المحبة وباسم الإخاء قدموا لنا جيلا جديدا يحب الواحد فيه أخاه بعد أن أتجه إلى البيت وأتجه إلى المدرسة أتجه إلى المسجد أتجه إلى الكنيسة أتجه إلى الأظهر وعلى رأسه رجل كاسمه طيب أقول له أنت وقادت الكنيسة أنت وقداست البابا شنودا أيديكم في أيض البعض تجعلنا كلنا نتماسك أمين حسنا عرفت أنك أقمت ما سميته بيت العيلة بمعنى أنك اعتبرت أن كلنا عيلة وحدة لتجمعنا في رحاب الأظهر الكريم هذا شيء عظيم نشكرك لأجله لكن برجاء ومعك قادة الدين الإسلامي وكثيرون منهم أئمة أفاضل وقاد عظماء برجاء أن توعع الشعب المسلم بحقيقة الدين وبنصوص كتابه فالحقيقة أن هناك نصوص كتابية يقدسها المسلمون وقد وردت في الكتابهم المقدس يقف المرء أمامها حائرا فبينما نصوص تدعو إلى الحب نصوص أخرى تدعو إلى الكراهية ومن غريب أن أي مسلم معتدل ينادي بالحب يجي بآيات ونصوص عزيزة من القرآن وكل سلفي ومتعصب هو الآخر يأتي بنصوص كراهية للكراهية من القرآن نريد أن نفهم تفسيرا صحيحا لهذه الآيات هل هذه آيات قيلت في زمان معين وليس المقصود بها هذا الزمان هل وجهت إلى قوم نشأ فيه الإسلام وكانوا على الجاهلية وعلى الخصومة فدعي إلى الدين الذي أتى به نبي الإسلام لكن نبي الإسلام نفسه أقر المسيحية وأقر بالمسيح وقال يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل والإسلام أحال نبيه إلى أن يسأل أهل الكتاب فيما استغلق عليه فهم وإن كنت في شك مما أرسلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قال له وما أرسلنا من قبلك إلا أناسا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأخي المسلم يقول إن الذكر يقصد به القرآن ويقول إن الله قال إن أنزلنا الذكر وإن له لحافظه فليكن هذا معنى أن الله عندما ينزل كتابا هو مسؤول عن حفظه لكنها أخي المسلم ترمز إلى الكتاب المقدس وما أرسلنا من قبلك إلا أناسا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تفهمون أو لا تعرفون ثم الآيات التي يستغلق على الكثيرين فهمها آيات تأمر بالمحبة والسلم آيات تأمر على الخصوم والقتال فآية من الآيات تري أن المسيحيين كفر وتقول كفر الذين قالوا أن الله هو عيسى بن مريم كفر الذين قالوا أن الله هو عيسى بن مريم ونصوص أخرى ترين أن المسيحيين لم يكونوا كفر ولن يكونوا لف الحاضر ولا مستقبل والتي تقول الذين كفروا إلى يوم القيام ثم يقول النص بالآت لا يتزوج بمشرك وأجاز له أن يتزوج بمسيحية فمعنى هذا أن المسيحيين ليسوا مشركين بل إننا نحن اليهود أكثر مودة للذين آمنوا ومنا قسيسين ورهبان وهم لا يستكبرون أي أن ما فينا من رحمة ومودة ليس الخوف والخنوع لكن لأن الله جعل في قلوبنا أنهم لا يستكبرون على سبيل المثال وأنا أذكر ججئيات أريد أنا أفهمها لنفسي وأنتظر من يفهمها لي آيات تقول إن الدين الحق هو الإسلام وأن ما لا يتبعه من الخاسرين فتقول مثلا إن أكملنا لكم دينكم وراضينا لكم الإسلام دينا وإن الدين عند الله الإسلام ومن ابتغى غير الإسلام دينا لا يقبل منه وهو من الخاسرين وآيات تقول غير ذلك تقول لا إكراه في الدين لكم دينكم ولي دين لا إكراه في الدين ولكم دينكم ولي دين ثم القرآن مليء بالوصايا التي تأمر المسيحي أن يستمسك بدينه وأن يؤمن بكتابه وأن يرجع إليه في كل موقف حتى أنه يقول وجعلنا من قبل كتاب موسى إماما أي أن الكتاب المقدس أي التوراة إمام على كل الكتب وجعلنا من قبل كتاب موسى إماما أقول لأخي المسلم كل هذا بين يديك أنا أرجو أن ينهض الأظهر ورجال الدين الإسلامي الذين نجلهم ونحترمهم ونحبهم أن ينهضوا بتفسير هذا للجميع حتى لا يكون لبس في فهم الأمور وحتى نزداد توحدا ومحبة قلت أتجه بهذا للبيت ثم للمدرسة ثم لرجال الدين المسلمين والمسيحين ثم أخيرا إلى الدولة وهي وليّة الأمر فينا والمفروض أن الله أقامها لكي تحكم بالعدل بيننا فأي عوج يستعص إقامته أو تقويمه على أحد الدولة الراعية هي المفروضة أن تقوم هذا العوج فمهمة الدولة أن ترسي النظام والقانون وأن لا تفرق وتميز بين مسلم ومسيح لا في التعامل ولا في الوظائف ولا بناء الكنائس ولا أيضا في إباحة الصلاة للجميع لأنها علاقة بين الإنسان والله ولا في أي شيء من هذا لا تميز فالدولة أقامها الله كما يعلمنا كتابنا المقدس أن السلطان مقام من الله ليحكم بالعدل بل وأمرنا أن نصلي من أجل الذين من أجل الحكام والذين في منصب لكي نقضي حياة هادئة مطمئنة في رضا الله بإسمي أمين أمين فأنا أتجه إلى هذه الأعمدة الحية والأسس القوية البيت المدرسة الأزهر الدين الحكومة لن تموت يا مصر أمين إذا أصلحت هذه الرواس الراسخات ستبقى رأسك مرتفعة وسيبقى الحب فيك ما بقيت الحياة وما بقي النيل وما بقيت الأرامات أمين ربنا يباركك يا أسيس مونير على الكلمات القوية المشجعة يا رب يكونوا دلوقتي يكونوا سامعيننا أن يكون دولة راصخة جميلة نعم نعيش في اطمئنان وسلام وهدوء لكن أسيس مونير جينا لنهاية حلقتنا دلوقتي بيقولولي خلاص وقت البرنامج خلص لكن أنا مش أسيبة غلما تقولي آخر سؤال في ديئة واحدة إجابة السؤال دو ما تقييمك لدور الميديا المسيحية في الوقت اللي فات في مواجهة الأحداث بالذات اللي هي صوت صارخ في البرية في الوقت دو صحيح أعد طريق الرب وهي قناة الطريق تقول إيه يعني أولا أنت أعطيتيني فرصة سمينة ربنا كنت سأندم لو لم أختلوا ربنا يخليك دانا شرف لي لأنها كنت أستضيف حضرتك النحاة من هنا من هذا الموقع من قناة الطريق التي فجرت النور في العالم كله نشكر الله وأقول هذا كشهادة حق أن هذه القناة المباركة غزت كل بيت مسيحي ومسلم أمين أمين وأنها أكثر القنوات مع احترامي لكل القنوات الأخرى التي عاشت معنا في شوارع مصر وفي أزقة مصر وفي ميادين مصر عاشت معنا الحياة لحظة فلحظة هذا لا أقوله أنا بل يقوله كل مصري شكرا لله من أجل هذه القناة العظيمة وأتمنى لها دوام النجاح والتوفيق في نصر بذار الحب والرحمة والتلاقي والتآلف بين البشر جميعا لتكون بالفعل كما أشرتي صوت الله الصارخ للعالم كله يقدم النور فيهرب الظلام يقدم الحب فيهرب البوضة لكن وقد ذكرت لي القنوات الفضائية المسيحية اسمح لي أن أقول لك إن هذا كان أعظم ما نتمناه ونحلم عاش العالم أيام أو بالأحرى في بعض بلاد كان محرم فيها أن يدخل الإنجيل الحدود ولأذكر أن روسيا السوفيتية عندما كانت بلاد السوري الحديدي القيد الحديدي كان دخول مسيحي من الحدود إلى الحدود ومعه كتاب مقدس ربما كان هذا أمر يكلفه حياته وفي بلاد أخرى حتى الآن لو ضبط شخص يحمل الكتاب المقدس في مطار من المطارات فإنهم يعاملونه كمن يحمل أحزمة ناسفة أو مقدرات لكن كم أشكر الله أن الإنجيل الذي منع من اجتياز حدود الأرض أرسل بالفضائيات من السماء لكي يغزو القلوب ويغزو البيوت وأنا أعتقد أن هذا لم يأتي بالصدفة أن هذا جاء تحقيقا لنبوة نطق بها شخص المسيح وكلام المسيح لا يسقط قال ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل أقطار المسكونة ثم يأتي المنتهى بعد فلم تكن هناك وسيلة تغزو العالم كله وتسمع لكل صوت الإنجيل تعجيلا بمجيء الرب ثانية لأخذ المؤمنين إلا هذه الوسيلة لكن اسمح لي ولا أطيل كثيرا أن أذكر في عجالة بعض عتاب لي على بعض القنوات شكرنا الرب من أجل هذه القنوات واستبشرنا بمجيء لكن إن أسمع من هنا وهناك أن هناك روح عداء بين قناة مسيحية وقناة أخرى مسيحية حتى يصل الأمر أنه إذا خدم كارز في قناة حرمت عليه القناة الأخرى أن يكرز من منبرها هذا لا أتصوره كيف نكون دعاة حب حتى للأعداء ثم كل مننا يعادي الآخر هذه هي نفس روح تلاميذ المسيح القديمة التي وبخها الرب وانتهره عندما قالوا له رأينا واحدا يخرج الشياطين باسمك وهو ليس يتبعنا فمنعناه يخرج الشياطين باسمك يخرج الشياطين باسمك لكن عيبه أنه ليس يتبعنا فمنعناه يا أيتها القنوات التي تقف في وجه قنوات مسيحية أخرى تذكر هذا القول رأينا واحدا يخرج الشياطين باسمك فمنعناه كلمة أخيرة إن لي عتاب على بعض القنوات التي لا تقدم رسالة المسيح خالصة رسالة الحب رسالة إظهار الحق وأنا لا أقول إن الحق أحيانا لا يجرى لكن لا أعني رسالة الحق بل أن تقدم رسالة الحق بكلمات ممجوجة هذا ليس روح المسيح سخرية أو ساخرة هذا ليس روح المسيح أنا ما دعيت لكي أجرح وأذبح بل لكي أربع كما أشرت من ذوق ربما يكون عزر هذه القنوات أننا نهاجم بنفس الأسلوب لذلك حرست في هذا اللقاء وقد أتيحت لهذه الفرصة أن أقرأ لك عددين متجاورين في كلمة الله جاءت في سفر الأمثال أصاح 26 يبدوان حسب الظاهر كأنما هما ضد بعضهم البعض أمثال 26 عدد أربعة وخمسة عدد أربعة يقول لا تجاوب الجاهل حسب حماقتي لألا تعدله أنت وراها جاوب الجاهل حسب حماقتي لألا يكون حكيما في عيني نفسي تعمل حاجة غريبة لا تجاوب الجاهل حسب حماقتي والتانية جاوب الجاهل حسب حماقتي لكن في الأولى لا تجاوب الجاهل حسب حماقتي يعني ما تجاوبهوش بنفس الأسلوب والبزاء التي يتكل لألا تعدله أنت يعني تكون زيه لكن جاوب الجاهل حسب حماقتي أي سلط الضوء على جهله لألا يظن أنه حكيم حتى لا يكون حكيما في عيني نفسه وأنا أرجو من هذه القنوات التي خرجت عن حدود اللياقة المسيحية نعم أن تجاوب الجاهل موضحة له الحماقة بكل أدب وبروح مسيحي حتى لا يكون حكيما في عيني لكن لا تجاوبه بنفس أسلوب حماقتي فهناك أمور ذكرها يقول كتاب ذكرها أيضا قبيح إن اللسان الذي نظفه دم المسيح لا ينبغي أن يكون لسان إسفاف ولا ينبغي أن ينطق بأمور مخلة بالأدب والشرف والكرامة بل ينبغي أن نكون محترمين ومسيحين ووقرين حتى ونحن ندافع عن الحق أمين أسيس مونير كلمات مشجعة وجميلة ونصائح يا رب يا رب نكون فعلا بنعمل فيها في الوقت اللي جاي وبتخاطب بعض الكنوات اللي ممكن تكون بتعمل كده لكن إحنا سعيدنا جدا النهاردة بوجودك معينا وده شرف لي أنا اللي أنا كنت صديفك هنا في استوديوهايز كنات الطريق مع أعزان المشاهدين وكيتحلقة دسمة جدا بشهادة الكثير وكثير من المشاهدين شكرا ربنا يبركك أسيس مونير بكلمات النعمة والحكمة اللي ربنا أعطاه لك ويرب يقودك للمزيد والمزيد من خدماتك والقوة باسم يسوع والشجاعة باسم يسوع في الوقت اللي جاي ربنا يبركك أسيس مونير وسعيدنا جدا وأقدر أقول فعلا إن وراء كل رجل عظيم امرأة عظيم لم يكن مصادفة أن يعدك الرب لتكون زوجة لأخي جوزيف فأنا أشكر الله من أجله ومن أجلك وأرجو أن يحفظ الرب حياتكما قبل كلماتكما شهادة حية لإنجيل المسيح أمين بسهلواتك معنا ربنا يخليك لنا أسيس مونير ودايما المزيد والمزيد من اللقاءات مع حضرتك ولينا لقاءات أخرى بليز علشان أكيد عزان المشاهدين عايزين يستمتعوا بكلمات النعمة اللي على شفتي ربنا يبركك أسيس مونير عزان المشاهدين جينا لنهاية حلقتنا أنا عارفة اللي احنا خدنا طولنا عليكم شوية وإحنا بنسأسف لابونا الكوموس عبد المسيح بسيط على تأخيرنا لكن طبعا زي ما قدسك عارف يا بونا أن معنا الأسيس مونير بديف معنا فنشكر ربنا من أجل وجودك معنا كمان في قناة الطريقة إلى اللقاء معاكم ولحلقات أخرى من اللقاء الروحي سلام ونعمة مع حضرتكم موسيقى 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 تام فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتمتي بألم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص